السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته استعدادا للامتحان الوطني سأقدم هذا الفيديو للمراجعة حول الوحدة الأولى استيلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة كمكتسبات قبلية دائما نعلم أن هناك كائنين في الطبيعة الكائن الأول هو كائن ذاتي التغذية الذي يعتبر عبارة على نباتات يخضرية كائنات ذاتية التغذية كما ترونها هم عبارة عن نباتات وكائنات غير ذاتية التغذية التي هي مستهلكة للمادة العضوية وتعتبر كحيوانات بالنسبة للكائنات ذاتية التغذية فهي توفر على خاصيات مميزة منها شكل الخلية وهناك نرى بأن الشكل يكون عنده أضلاع واضح وبالتالي هذه الأضلاع اسمناها في السنة الأولى باكالوريا بجدار هيكلي سيليلوزي هذه الخلية النباتية التي عندها جدار هيكلي سيليلوزي مباشرة متصل معها غشاء سيتوبلازمي ثم سيتوبلازم بالإضافة إلى هذا لقنا أن الخلية النباتية عندها عضي خاص يسمى بالبلستيدا الخضراء هذه البلاستيدا الخضراء تضم مكونين أساسيين لهم التلاكويد وسترومة على مستوى التلاكويد ستتم المرحلة المضاءة بحيث بفعل الضوء سيتم تهييج النظام الضوئي على مستوى التلاكويد يعني المواد المكونة للتلاكويد سيتم تهييجها بواسطة الضوء فيتم التحلل الضوئي للماء يعني أن الماء لاحظوا معي إلا كان H2O أو O2 يعني H من الظاهرة وقعت لي أيضا الظاهرة بالأساس يأكسد يعني أن الماء سيأكسد بحيث أن H2O أشنو غادية تاني غادية تاني جوج أش بلوس زائد دوز إلكترون زائد أن دومي أو دو ولكن إلا بريد أش دوز إعتني أو دو هندخلو 2 زاش دوز وبالتالي غادية أربعة أش بلوس زائد أبعاء إلكترون زائد أو دو اللي يتشف نفس السن الأولى باكالوريا واضح يعني أن جزئات الماء أش دوز سيتم أكسداتها على مستوى التلاكويد اللي يتم خروجه O2O وطلحي خارج هاد الخالية قلنا بأن التلاكويد غاد بقى محتفظة ب 2H بلوس أو 2 زالكترون هاد اللي 2H بلوس أو 2 زالكترون اللي حتو معي غيكونوا مستقبلات R اللي غاد يستقبلو هاد 2H بلوس أو 2 زالكترون سيتم إختزال R إلى RH2 وبالتالي حصلت على نواقل مختزلة ومع هذا سيتم تفاصف ال ADP إلى ATP إلى ATP واضح؟ إذن المرحلة المضاءة دائما يجب أن نقل فقط على هذه المعطيات الأساسية المرحلة المضاءة فيها ثلاث عناصر أساسية أولها أنه عندي على مستوى التلاكويد الضوء سيهيج ندام الضوء على مستوى التلاكويد ويتم بالأساس أكسادات H2 إلى O2 مع هذا سيتم طلح 2H بلوس مع 2 إلكترون شكو اللي غايستقبلهم؟ المستقبلات R هاد المستقبلات R سيتم إختزالها لتصبح RH2 ومع هذا سيتم تفاصف ال ADP إلى ATP هذه هم المراحل الأساسي التي سيجب أن نقل لهم في المرحلة المضاءة سنتظر إلى المرحلة المضلمة التي ستتم على مستوى سترومة بحيث على المستوى السترومة أجعل دمج الساحة وليس تتممج الساحة equal to co2 سيحتاج بالأساس على الطاقة على شكل ATP هذه الطاقةiph مدارة أعتقد أن هذا النواقل يعتبر ريسبتور RH2 وهذه الهدف 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 وال play سيتم تحتاج الكسادات يعني الرش دى سيضёт نحن سيضد نحن سيضرب 0 estreر أعضب 2 سيضرب 2 السلطة والتعمل سيضرب 002 وكم عارفوا أن السلطة والسلطة هي مادة معدنية خلية من الطاقة ست قلل مادة عضوية الماء كم يحضران المادة العضوية ممكنة من الكربون هيدروجين وأكسجين أجل مكونا في الأولى بكالوريا حيث أن المادة العضوية مكونات من الكربون هيدروجين وأكسجين هنا فقط المركبات لكي نكمل المادة العضوية ويجب أن ندمج فيها H يعني بفعل الطاقة ATP سيتم مدمج RH2 لذلك H سيحييض ال H2 وبالتالي ال H2 سوف نكتسبها في CO2 وهكذا سيكون لدي كاربون و هيدروجين و أكسيجين وهكذا كونت مادة عضوية التي ستكون على الشكل بالأساس سكريات و دعنيات و بروتينات ولكن هذه السنة بدل ما نكتروا التعقيد بزافة لكم سوف ندرس فقط هذه السكريات التي سنقوم بالاستيلاك واضح؟ إذن بالنسبة للمواد العضوية فهم مثالات لهم السكريات والذونيات والبروتينات و هكذا سنكون بكونا المرحلة المظلمة للتركيب الضوئي إذا لقنا النباتات ذاتية التغذية كتوفر على خلايا بها جدار هيكلي سيلولوزي و غيشاء سيتوبلازمي و سيتوبلازم وعوضيس منها ببلستيدا الخضراء لكتوفر التلاكوين أوستروم المرحلة المضاقة تتم على مستوى التلاكوين بإهاجة للطوء الذي يؤدي إلى أكسدة الماء و طرح أوضو والنواقل التي سيؤدي إلى مادة إلى اختزالها و تفاصفر مادة الأدب إلى أدب بينما المرحلة المضلمة سيتم دامج المرحلة المضاقة و دامج المرحلة المضاقة لتكوين المادة العضوية التي هي عبارة عن سكريات الدونيات و بروتينات و ستكون هذه المرحلة المضاقة و تعطيني مراحل التركيب الضوئي يعني الخلية النباتية كلها مراكمة في الوسط موابط العضوية كل ما تكبر سوف نرى النبات صغيرة و ستكون كبير و كل ما يخلص النبات كبير وهو دمج CO2 الذي سيطلقه مع الماء و بالتالي نترك المكونات لما المادة العضوية ستكون كائن أخر وهو كائن غير ذاتي التغذية في حالة البقرة الكائن غير ذاتي التغذية لا يوجد جدار هيكلي سيرولوزي بل خلية تكون على شكل دائري و بالتالي على شكل دائري و بالتالي على شكل دائري لكي نصل معكم الخلية سوف نعرف في الأول أنه كمية تلية البقرة سوف تأخذ العشب سوف تجدر العشب سوف تصل مع الفم الفم سيتم مهادم هذه المادة العضوية على مستوى الفم بواسطة أنزيمات بحالة نشواز سوف يدوز للمارك و من المارك سوف يدوز طعام للمائدة سوف تلقى مع مركبات حمضية سوف يضم هذا الطعام و سوف يفتطه وبالتالي سوف يدوز مواد قيد سوف يمشي للماء الدقيق و من الماء الدقيق سوف يدوز مواد الدقيق سوف يدوز مواد الدقيق الليه مواد الدقيق سوف يدوز مواد الدقيق خصوص وعلى الخلايا الحيوانية وعلى مواد القيد سيتم اكسادة يعني اكسادة يعني اكسادة تفتت وعلى مواد العضوية سيبدو تفتتو فالهدف من تفتتو ان الخلية ستبقى حية لهذا ستستخلص الخلية هذا المكون في المواد العضوية وهو عبارة عن طاقة ستستعملها في تخين الجسم لكي يكون محافظة لدرجة الحارة سنقوم بعدة انشطة خلوية افراز هرمونات مثل انسولين مثل سيروتونين مثل FSH مثل الكثير من الهرمونات او نقوم بالنموذ من الخلية تكبر ومع هذه الطاقة التي تحرر هناك مواد غير مستعملة التي ستطرح على شكل السؤد والدزول والفضلات ويخرجون من الخلية نعم كمدخل عام لاحظنا ان هناك تعتبر النباتات اليخضورية كائنات حية ذاتية التغذية يعني ان كي يكون لديه كائن ذات التغذية يقوم بتركيب المادة العضوية خاصة يكون عنده الشرط انه يكون يخضوري يكون نبات ويكون أيضا يخضوري وبالتالي هذه المادة العضوية يلقنا بانه مكون او مركب مكون اساسا من كربون هيدروجين واكسيجين وهذه كله تكون انطلاقا من الطاقة والماء والاملاح المادنية وثني اوكسيد الكربون لما اجملنا هذه كله لدينا عملية التركيب الطوئي بالتالي اشلقنا المحفز الاساسي لهذه العملية هي الطاقة الطوئية التي تحول الى طاقة كيميائية في المادة العضوية على مستوى البلاستيد الخضراء مكونة من تلاكويد وسترومة وهكا التفاعل النهائي شنون المتفاعلات التي ادخلنا في عملية التركيب الطوئي effective اضافة πόج اضافة وم אנسية يتعلم الكربون يعجب اضافة اضافة الماء الماء العضوية وهكا لقيت صيغة دي المادة العضوية. وبالتالي الى هنا عندي متفاعل كل متفاعلات غرفهم بنفس المعامل اللي هو ان 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 ان. وهكا غاد يلقوا بان عندنا في النهاية ان سي او دو ان اشدو ان او دو. ولن شرط هنا غاد ندير سي اين اشدوزين وان. لتركيب جزئات غليكوز اش غا نستعمله غا ناخدو ستا دي والسي او دو احترفتنا بستا او هنا ستا دي والاش دي والاش دو وان عندي ستا دي وال او دو ومنه الى ان شرط اذا درت سي اين اذا سي ستا اش دوزين اذا جوج في ستا يتناش او او ان هي او سيس. اذا هكا ركبنا جزئات غليكوز امتلاقة من ستا دي والسي او دو وستا دي والاش دوز ودائن باستعمال يخضر واضط. في الشطة الاخر لقينا ان هناك كائنات داتية التغذية عبر السلاسل الغدائية باستعمال هذه المواد العضوية اليوم نرى بروتينات دونيات سكرية ونقتصروا فقط على السكرية فيقومون بهضمها على طول انبوب الهضمي كي اشرح لكم قبيلها وهذا ستبقى هذه المادة تنتقل في التحول الى مادة عضوية بسيطة القيط على شكل احماض دونية وبروتينات على شكل احماض امينية والسكرية على شكل غليكوز على مستوى الماعي الدقيق تتم عملية الانتصاص ستبقى هذه العملية الانتصاص على مواد القيط ستنتقل بشعرات دموية لكي تنتقل القيط الى الدم ويوزع رفقة ثنائي الأكسجين على جميع أعضاء الجسم وكل عضو من أعضاء الجسم مكون من خلايا التي ستستفضوا منه كتساؤلات لهذه الوحدة ستقسم هذه التساؤلات الى فصلين البعض والفصل الثاني بالنسبة للفصل الأول كيف تقوم الخلايا باستخلاص طاقة الكامنة على مستوى المادة العضوية يعني كيف تستمت الطاقة لكينا في المادة العضوية أي الكلوكوز أو احماض الأمينية أو الحماض الدونية نحن نقص فقط على الكلوكوز على مستوى الخلايا ثم ما هي العضايات المتدخلة خلال هذا العملية للإستلاك المادة العضوية وهل تقوم خلايا الكائنات الحية باستخلاص طاقة من المواد العضوية بنفس الكيفية ثم التساؤل الأخير بالنسبة اللي سنتمه بالفصل الثاني ما هي أوجه استعمالات هذه الطاقة الفصل الأول ثم الفصل الثاني الفصل الأول هي التفاعلات المسؤولة عن تحرير طاقة الكاملة في المواد العضوية على مستوى الخلية يعني هذا العنوان كي بل لكم شوية كبير وما واضحش ولكن الآن هنوضحوا أكثر مني غادي نقولوا التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكاملة في المواد العضوية أشكا نقصد بأن الطاقة مني كجي كجي من المواد العضوية بواسط مادة تفاعلات على أي مستوى الخلية يعني أن المالة العضوية تحول إلى الطاقة بواسطة تفاعلات على مستوى الخلية كمقدمة لهذا الفصل الأول تحتاج جميع الخلايا إلى الطاقة يعني تشلح طمع يقبيلك منه وكيف ما شفنا في الأولى باكالوريا أن الطاقة يمكن نحتاجها لنقل نشيط يمكن نحتاجها لانقسام يمكن نحتاجها لعدة أشياء مهمة في الجسم يعني الخلية ضروري مخصصة تنتج طاقة باش تقوم بعدة الأنشطة خلوية هذا الطاقة يتم استخلاصها من المالة العضوية أو من خلال ضواهر استقلابية مختلفة واضح؟ إذن كمقدمة ما قلنا؟ أن جميع الخلايا يحتاجون الطاقة وهذا الطاقة يمكن نزولها بإستخدام الانقسام وهذا الطاقة يتمكن الخلية بالقيام بمختلف الأنشطة الخلوية سواء إفرازات، سواء نموس، سواء تقلص، سواء عدة أشياء مهمة وهذا الطاقة يمكن أن تجلبها الخلية لكي تقوم بالأنشطة من المادة العضوية وهذا الطاقة يمكن أن تحويل هذه المادة العضوية إلى الطاقة الموسة والخلية ضواهر استقلابية يعني كنقول ضواهر استقلابية كنجن كلمة مستقلابية يعني مكون يصبح مكون آخر كتساؤلات ما هي إذن هذه الضواهر الاستقلابية التي توفر الطاقة للخلايا؟ وما هو موقعها وكيف؟ نحن كسيانتفيك نقول دائما أين وكيف وماذا؟ يمكن أن تقوم بالأمور لتحويل المادة العضوية إلى الطاقة كيف يتم تفعيل هذه التفاعلات التي تحويل المادة العضوية إلى الطاقة؟ وكيف يتم هذه التفاعلات؟ هنا اكثر من تدخل المعطيات الأساسية سوف تجد معي هذه الوثيقة كيف تجد من هذا الوثيقة؟ فهي مقطع عرضي للخصية فهي مكونة من عضو مكونا من عدة خلايا سوف ترون معي هنا هذا العضو يبين المقطع العرضي الخاسية بأنها تكون من الأنابيب تكون من الأنابيب وكل أنبوب منوي هو عبارة عن قناة قاذفة تجويف مركزي وفي الجوانب يوجد جدار حبيبي ويجب أن يكون لكم رقم واحد هذه الخلايا سوف تكون في الجوانب ويجب أن يكون لكم الجوانب بكل مكونا من خلايا هذه الخلايا سوف تحوله إلى حيوانات منوية في جوف الأنبوب المناوي في الجوف الداخل إذا رقم هذا الوسط فهو جوف الأنبوب المناوي ويجب أن يكون رقم سبيرماتوزويد واضح؟ يعني ما يمكن خلية في الجدار تولي حيوان منوي في الجوف وهي ضواهر استقلابي أي أن الخلية استعملت طاقة ويجب أن يكون لديفيرانسيات التي سوف نرى والاختلاف التي سوف أعطاني على هذا الشكل ثم سوف نرى هذا المثال للحصول على حيوانات منوية يعني أن الخلية تحتاج إلى حيوان منوي فهي ضرور أن تحتاج إلى الطاقة ويجب أن بين هذه الأنشطة التي تحتاجها الخلايا لها الطاقة فهي استعمال بالأساس لمادة العضوية التي ستأخذها كغلوكوز لأن الأساس دائما على مستوى الأنبوب المنوي سوف يدخل الجليكوز للخلايا ثم سيتم إنتاج الطاقة إذن الآن سنقوم بدراسة أول فقرة في الفصل الأول وسنقوم بدراسة النشاط الأول الخميرة كمثال خميرة البيرا هو كائن كله مكون من خلية وحيدة لهذه الخلية بنية تسمح لها بالعيش في ظروف مختلفة حسب تغفر الأكسجين يعني إذا كان وصد فيه الأكسجين وكتحية في هذه الخميرة نسميه وسط حي هوائي وعدم تغفر الأكسجين يعني أن الخلايا الخميرة تعيش بدون أدو كنقوله وسط حي لهوائي لاحظتم معي هنا كملاحظة بالأول كنشوفوا أن هناك خلايا خمائر عادية وكان خلايا خمائر متبرعمة يعني سيخرج من خلايا خمائر جديدة هنا أعطونا ملاحظة بالميجر الإلكتروني خلايا خمائر سنسمي مساكر وميزي سيري في سي وهنا خلايا الخميرة في طوري التكاتل من بعد تم زرع هذه الخلايا في وسطين A و B والمثل في البروتوكول جريبي التالي البروتوكول جريبي A البروتوكول جريبي B في الأول أشكال ناخده سوف ناخده في البروتوكول جريبي A سوف نشرحه ونرى المقارنة مع البروتوكول جريبي B في الأول يأخذنا حوجلة على هذا الشكل وهذه الحوجلة لملقناها بزع الخمائر في محلول الجليكوز بتركيز 1 g بار لتر إذا كناخد جرام الجليكوز ونضبه في لتر من الماء وبالتالي يقلق محلول الجليكوز بتركيز 1 g بار لتر إذا عندي هذا المحلول في هذه الحوجلة وبالتالي قمت مع خلايا الخمائر إذا الحوجلة فيها الخمائر زائد الجليكوز مع الماء وبالتالي اغلقت هذه الحوجلة بسدادة بها فتحتين وهذه الحوجلة قمت بها في واحد الإناء به درجة حرصة 30 ديجري سيليسوس لكي تبقى دائما الكائن حي في ظروف حيوية ثم هذه الفتحتين الفتحة الأولى بها مقياس الأكسجين والفتحة الثانية بها واحد الأنبوب مغمور في واحد الإناء كبير وبه سحاحة مقلوبة أيضا حيث كل ما يظهر عندي شي غاز هنا كل ما سيتم ضغطه على هذا الأنبوب لواء أنه وغيبه لي فقاعات لكدل على وجود السؤود ثم في نسبة التجربة بك لاحظنا غلقوا نفس المكونات حوجلة ثم خلايا الخمائل غليكوز والماء و 37 ديجري سيليسوس والأنبوب اللي به إناء وصحاحة مقلوبة ثم كنا نلاحظوا الاختلاف ما عندناش مقياس الأكسجين في هذا الجزء وأيضا عندنا هنا واحد الشيء الأخر الذي يوجد منه طبقة زيتية هذا الطبقة الزيتية اللي دروها هنا لماذا؟ طبقة زيتية باش تمنع اتصال خلايا الخمائر اللي كانوا مع محلول غليكوز بالهواء يعني في التجربة غيكون عندي ضروف حي هوائية لأن عندي الأكسجين متصل بالخمائر غيكون عندي ضروف حي لا هوائية لأن عندي الطبقة الزيتية اللي منعت اتصال هذا الكائنا يمثل الجدول التالي أهم ما تم تسجيله أثناء التجربتين لاحظوا معي تجربة اللي كانت ضروف حي هوائية الآن كمية اللي كوز المستعملة هو 1 غرام ارتفاع الكتلة الحية 0.6 غرام حجم اوض المستعلاق 0.75 لتر حجم الواديات السي اوض 0.74 لتر ووجود قطرات الماء على جد القرورة نعم طاقة المحررة كانت بكمية كبيرة 275 كيلو كالوري بينما في التجربة لاحظت عندي كمية الغريكوز استعملت 1 غرام ارتفاع الكتلة الحية 0.02 غرام حجم اوضو 0 لتر حجم السي اوضو 0.76 لتر وكتلة الكحول المنتجة ووجود قطرات الماء طاقة المحررة قليلة جدا 25 كيلو كالوري اذا لاحظوا معي في التجربة ما هي العناصر التي استعملت في التجربة الغريكوز اوضو ارتفاع الكتلة الحية يعني خلايا الخمائر لدي كلمات ارتفاع لا يوجد الكتلة الحية كم تكتبوا الكتلة الحية 0 بشحر ارتفاع الكتلة الحية بشحر مع استلاك للغريكوز شحر كمية الغريكوز 1 غرام ايضا استلاك 75 لتر بينما السي اوضو سيكون السي اوضو والكحول المنتج المتحرات ووجود قطارات الماء والحرارة المحررة بكمية كبيرة اي طاقة المحررة بينما كمية الغريكوز التي كانت عندي فقط استعملناها في التجربة بينما اوضو فهو سيكون السي اوضو الكتلة ارتفعت لكن بكمية ضعيفة وايضا تم ترحل السي اوضو وكحول الايتانول وقطارات الماء لا تحرات وايضا كمية الطاقة منخفضة ما هي نتائج استعمال 1 غرام من الغريكوز من طرف الخميرة في الوسطين اوضو ماذا نسأل لماذا خلايا الخمائر استعملت هذا الغريكوز في الوسطين اوضو اذا نقول نتائج استعمال 1 غرام من الغريكوز من الطرف الخميرة في الوسط اوضو وهو ارتفاع الكتلة الحية وهو خلايا الخمائر في طور التكاتير استعملتها لتكاتيرها ونموها وانقسامها كيف يستعملوا الهدف من الغريكوز يستعملوا تجربة وهو التكاتير الخمائر سمي الضائرة المكشوفة وعلي الجواب تجربة A ستكون الضائرة التنفس الخلوي رد البل التنفس الخلوي لاننا تم استهلاك لأوضو واضح ثم بالنسبة للتجربة ستكون الضائرة التخمير الكحولي لاننا لم نستهلك اوضو ورغم ذلك تم طرح السي اوضو وكحول الايتانول بالنسبة لل استعمال معطيات الجدول لكتابة المعادلة العامة كما نكتبوا هذه المعادلات العامة انظروا معيها في الدرس كيف كتبناهم في الاول دخلنا والغريكوز اللي واسي سيس H2O6 زائد O2 وحررنا بالاساس CO2 وحررنا H2O زائد طاقة اعتقال الرمز اكتبه سابقا بينما في تجربة ب دخلنا الغلوكوز H12O6 بوحده انا تم كوين اخر مدخل معه وحررنا CO2 زائد طاقة اكتبه بنسبة منخفضة واضح وبالتالي بدأت معكم التفاعلين على الشكل التالي وزننا شحات الكربون الهيدروجين طويلة في المتفاعلات وشحات الكربون هيدروجين اوكسيجين التفاعلات ووزننا في التفاعلات انا سنجري كيف معك بشياء التفاعلات النهائية ثم قارن تحرير الطاقة في الحالتين واقترح تفسيرا للاختلاف الملاحظ سنقارنو تحرير الطاقة سنجد ان تنفس الخلوي يحرر طاقة كبيرة بينما التخمر وكحولي يحرر طاقة بنسبة منخفضة ونقترح تفصيل اختلاف الملاحظ تفصيل غيج تحرر اثناء تنفس التخمر قلنا الطاقة التي تحرر اثناء التنفس اكبر من الطاقة التي تحرر اثناء التخمر كيف سنعرفه هنا اذا نرى معي هنا التفاعل النهائي للتنفس الخلوي هذا سيحفظ وحفظه مزيد التفاعل بالطاقة نتخل هذا الطاقة بنسبة عالية إذن بالنسبة للغليكوز كيف هو في كاربون هيدروجين أكسيجين أي مادة عضوية إذن مادة عضوية غنية بالطاقة ستا أو دو هل هو مادة عضوية لا إذن في سفر طاقة بالنسبة للسا أو دو هل هو مادة عضوية لا إذن سفر طاقة بالنسبة للأشدزو هل هو مادة عضوية لا إذن سفر طاقة يعني أن الطاقة اللي كانت في الغليكوز كلها خرجت على شكل الطاقة. لهذا كانت عندي الطاقة المنتجة بكمية كبيرة. لاحظوا معي بالنسبة للتخمل الكحولي. التفاعل هو السيسيس اش دوز او سيس بالتخمل الكحولي اش نعطني جوج س او دو زائد جوج س دو اش سنك او اش زائد التابي. اش لاحظوا معي. الجليكوز ماد تعضوية غنية بالطاقة. هل يحتوي على الطاقة لا. انه ليس مادة عضوية. لانه مادة مكون الكربون هيدروجين اوكسيجين. سوف نرى الكحول الاتانول في كربون هيدروجين اوكسيجين. اذا هو عبارة عن مادة عضوية لا زالت تحتوي على الطاقة. يعني باقي هذا كحول الاتانول يحتوي على الطاقة لهذا الطاقة المنتجة على شكل اتابي. تكون طاقة صغيرة جدا. يعني إذا شاهدوا معي اليوم الكلوكوز. اللي سوف أعطي السي او دو و سي او 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 سي سي او دو و كحول الايطانول. لان هذا المركب باقي مادة عضوية. ولكن اصغر ولذلك تحتوي على طاقة. لهذا سنقول ان التنفس الخلاوي. تذب قام بهدم كله للغليكوز ما خرج لي التشمات عضوية بقية في النواتج سنقول أن الغليكوز هدم بطريقة كلية بطريقة تنفس الخلاوي بينما بواسط التخم الكحولي الغليكوز هدم بطريقة جزئية يعني مركب عضوي أم لا مركب عضوي أصغر متفقين؟ يعني ليش الكلمة التبخدينة المهمة؟ أي أن لنضع تفسير لماذا الطاقة المنتجة في التنفس أكبر من الطاقة المنتجة في التخمر لأن التنفس يقوم بهدم كله للمادة العضوية بينما التخمر يقوم بهدم جزئي للمادة العضوية نفس كونات نفس العناصر غير يجب أن يكون متغير جديد كمية الكليكوز المستعلكة التي كانت في التنفس 4 وكانت في التخمر 150 وذلك الأسئلة الخامسة جمعتهم كلهم سؤال واحد كيف لم تتحط صيغة الانتحاء الوطني انتلاقا من مقارنة نتائج جريبيا المحصل عليها في الوسطة الأول والثاني استنتج ضائرتين خلوياتين المسؤولتين أن تحريد طاقة اللازمة لنمو خلايا الخميرة مبرزا وميزات كل منها لذلك ما تلاحظوا معينا مقارنة النتائج الاستنتاج مقارنة النتائج كيف ندره دائما لا أرد لكم عوارض في الوسطة الأول وسط حي هواي الذي يحتوي على أكسجين استيلاك كمية قريلة من الكليكوز نمو نسبيا مهم لخلايا الخمائر نلقي ما ديله بالطبس فصل استغرام من الكتلة الحية عدم إنتاج الكحول إثيلي في الوسطة الأول وسط حي لا هواي بدون أكسجين أشلح 150 من الكليكوز نستيلاك كمية مهمة من الكليكوز لماذا؟ نستيلاك كمية أكثر من الكليكوز لكي نجد طاقة لخاصة نتج لخمائر يبدو في النمو إنتاج الكحول إثيلي ثم نمو بطيء لخلايا الخميرة زيادة طفيفة 0.02 جرام من كتلتها الحية هذا الاستنتاج بوجود أضوح في الوسطة الحي هوائي حتى نقبل هذا من كل للغليكوز أي التنفس الخلاوي كل الغليكوز تهدف نتفقين وإنتاج كمية كبيرة من الطاقة لإمكان خلايا الخمائر من التكاثر السريع بإضاف التكاثر أو التكاثر أو التكاثر سريع لإنتاج زيادة مهمة في الكتلة الحية لخلايا الخمائر ثم نموه سريع بينما في الوسطة إثناء لدينا في غياب أضوح وستحيلها تم هدم جزء للغليكوز مع إنتاج كحول إيتيلي والتخمر كحولي رغم استهلا كمية كبيرة من الغليكوز مع تحرير كمية قليلة من الطاقة اللي اسمت للتكاثر البطيء لخلايا الخميرة اللي اسم نموه الغليكوز الغليكوز لتجارب مدعمة بالحاسوب إذا أعطوكم ما هي العدة التجاربية الغليكوز ستسميها تجارب مدعمة بالحاسوب بالحاسوب لا تكون هذه التجارب كلها لاحظوا معي اللي هو باللون الأحمر على شكل دائرة حمرة يسمى بالحاسوب واللي يكون باللون البرتقالي مرافق بين بينما باللون الأخضر يسمى مفاعل حيوي إذاً رقم واحد رقم جوج رقم ثلاثة رقم واحد مفاعل حيوي رقم اثنان مرافق بيني ثم ثلاثة جهاز الحاسوب إذاً تذكو أن عدت الإكزاو من ثلاثة وحدات مفاعل حيوي مرافق بيني وجهاز الحاسوب سوف ندخلوه في التفاصيل والرقم واحد والمفاعل الحيوي لماذا تكون مفاعل حيوي كي تكون واحد الإناء إناء مغلق بفتحتين فتحة الأولى بها محراك باش المكونات التي تكون في الكأس يكون متجانسة وقسطر وهو الفتحة الثانية التي تربطها بمحقنة قسطر وقسطر وقسطر على محقنة لكي نضع واحد المكونات نريد أن نريد في واحد اللحظة في الإناء ثم في الإناء دائماً كائن حي يريد أن نختبره لكي نرى محلول الخميرة أو محلول عالق الميتوكوندريات أو مكون أساسي سوف نخدم به ثم هذا الكأس يكون كله مضورين بحمام مائي ومثبت للحرارة وبالتالي بشيحة لدرجة الحرارة ودائماً في الأسفل يكونوا مجسات للقياس كمجس قياس أو 2 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 سوف نوزل الآن إلى التمرين كي يتمدع المفاعل الحيوي هو مرتبط بعدات الإكزاو الكاشف عن أنماط تفاعلات مسؤولة عن تحريط طاقة الكامنة في المادة العضوية نعرض محلولاً عالقاً لخلايا الخمائر 10 جرام بارليتر للتهوية بواسط مدخل مدة 30 ساعة ثم نضعه 5 ميلل من هذا المحلول داخل مفاعل حيوي لعدات الإكزاو واضح من بعد ستبعه بفضل عدة تطور تركيز الأكسيجين أودو المداب داخل مفاعل حيوي والتركيز دوناء أكسيد الكربون سؤودو ثم ينقل مجلس القياس إشارات كهربائية المرافق البيني المحول الذي يحاولها إلى معطيات رقمية يعرجها الحاسوب ويترجمها إلى ميبيان لشكل إثنان من الزمن أو في الزمن الثاء نحق داخل المفاعل 0.1 ملتر من محلول غلوكوز بتركيز 5 بخصم واضح إذن لنقش هذا الشكل الذي قلناه هنا سنعرض محلول عالق لخلايا الخميرة 10 جرام بلتر للتهوية إذن اخذت 10 جرام ديال الخمائر وضعتهم في لتر من الماء وضعتهم للتهوية بوسط مدخل مدة 30 ساعة من بعد أخذت 500 لتر من هذا المحلول الخمائر لعدده الأكسيجين وقدرته في وسط مفاعل حيوي لعددك الأكسيجين لنظر معي الشكل رقم واحد إذن عندي مفاعل حيوي مرافق بيني ثم الحاسوب هذا المفاعل الحيوي مكوى من واحد واثنان واحد قناة حمام وثبت الحرارة ثم اثنان محلول عالق لخلايا الخمائر البيرا 5 مليلتر ثم فيه قسطر اللي بمحقنة ومحراك وفي الأسفل مجس للقياس اللي غي يعطي المحول أو من المحول غندوزو للحاسوب واضح؟ نتتبع بفضل العدده تطور تركيز الأكسيجين أو دو سنبقى بفضل هذه العدده سنبقى تطور تركيز الأكسيجين سنرى كل ما يتغيير لدينا هو الأكسيجين فهذا النور يدخينا في هذا المحلول العالق داخل المفاعل الحيوي وتركيز ثنائي أكسيد الكربون سيكون لديو جميع مجسات القياس مجس القياس أو دو ومجس القياس أو دو ادفعها ذلك أدفعها هذا المجس القياس ينقل إشاراتك ربائية للمرافق البيني للكي يحولها إلى معطيات رقمية يعتبر على الحاسوب ويترجمها الى ميبيان يعني أبدل معكم ile حدا أن نخشي المجس القياس ونقول في واحد الزمن ما كان عندي الادو أو السيد أدو أو سيد أدو أو داخل مجس أو داخل ما كان عندي في الزمن تدر الادو والسيد أدو لا أقوى أن نمثل المجس لاسق هذا المحول ويجمع المرافق البنية هو الرأس في كل لحظة لكي يسجل حالة لديه الأدوى ويجمع المحوول يجمعون هذا المحوول يتعطون الحاسوب والحاسوب يمتلكون على شكل مبيان هذا في الزمن التئا نحقن داخل المفاعل 0,100 ملل من محلول الغلوكوز بتركيز 5 بخصون في الزمن التئا نحقن بواسط المحقنال نضيف الخمائر نضيف الخمائر لا نلاحظ الآن نضيف الخمائر بالأساس نضيف الخمائر الغلوكوز في الزمن التئا يجب أن يكون المفاعل الحيوي خلايا الخمائر وأيضا الغلوكوز السؤال الأول سيف تطور تركيز كل مية الأكسجين وتناي أكسيد الكربون في المفاعل الحيوي قبل إضافة الغلوكوز ثم السؤال الثاني لا تستنتج لاحظوا معي الزردة لكم دائما نرى محور الأراتيب الأول ما هو تركيز أو 2 محور الأراتيب الثاني تركيز أو 2 ثم في المنحنة الأول هنا خط متصل كما تركيز أو 2 وخط متقطع تركيز أو 2 تركيز أو 2 ثم نرى هذا أهم كما تركيز المنحنة سوف نقسم هذه المنحنة سوف نأخذ مصطرة ثم سوف نطلع ثم نقسم كل المنحنة قبل ثم 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 نقسم السحر ثم نقسم ثم ثم مهم حقنا محلول الجليكوز إذا أشعر نقوله قبل الثاء وقبل إضافة الجليكوز وبعد الثاء وبعد إضافة الجليكوز إذا أشلحت هنا قبل إضافة الجليكوز نلاحظ أن التركيز ماذا تركيز CO2 وتركيز CO2 مستقرة نتفقين بينما بعد إضافة الجليكوز أشلحتنا لاحظنا انخفاض لنسبة الأكسجين وضروري إذا نخفض حاجة ورتفع حاجة بالمقابل إذا بالمقابل ارتفاع نسبة CO2 في الوزر إذا جاء من ساعة الكلمات بالمقابل من كتنخفض حاجة ورتفع حاجة نقول انخفاض واحد الحاجة أو ارتفاع حاجة بالمقابل ازداد الحاجة الأخرى واضح إذا سؤال أول التحليل قبل إضافة الجليكوز تكون نسبة الأكسجين والCO2 مستقرة مباشرة بعد إضافة الجليكوز تنخفض نسبة الأكسجين بالمقابل ترتفع نسبة CO2 في الوزر كيف نلتر للمقابل لكي كيف تعلمون الحاجة في الفيديو؟ كيف نلتر لكي كيف تنفعل الحاجة الاخرية؟ هذا مع الحاجة و اتفقل في حاجة البلد حاجة البلد في الوزر ثم لقد تنفع نسبة CO2 لن لن تضرر إلى الأكسجين والمقابل هذا هو المقابل هذا هو مقابل من خلال الحاجة لاحظنا أن هناك ظهور في الأساس إذن نعود أن نتعرف معكم هذه الفيزيون خلايا الخمائر هنا كان في الأول عندهم غير O2 ولاحظنا أن CO2 لا تضح بعد ذلك بمجرد دخلنا الغليكوز لا تضح لي CO2 يعني ما هو الأصل الغليكوز يعني أنه يمكن أن نعطي الغليكوز للخلية يتحرر عندي CO2 يعني هذا الخطأ الفالح لكننا كان قلنا نقول أن نفوس و دخول أو خروج CO2 فهو خطأ إذن الخلية تدخل الغليكوز و يتحرر معها O2 يعني يمكن أن يكون في جيب يدخل كما أقول لكم دائما ندخل جيب 5 درام و نخرج من جيب 10 درام لا يمكن إذاً سأخرج CO2 لا يمكن إذاً CO2 فهو مركز في كربون واضح يعني بالأساس خاصة نقول أن خلايا الخمائر إذا كنت تقوم بدار التنفس إذا كنت نتواجه جزئات الغليكوز لهذا نكروف الاستنتاج نستنتج من هذه المعطيات أن خلايا الخمائر تستعليق الأكسجين لهدمي الغليكوز إذاً ستعليقات نزل عندي كمية الغليكوز استعليقات الأكسجين لكي تدامي الغليكوز لتطرحها CO2 نقول أن خلايا الخمائر تتنفس اللبني والتخمر الكحولي إذا كنت نكشف على الفرق بين التخمر اللبني والتخمر الكحولي لفيرمونتاشون الكتيكي لفيرمونتاشون الكوليك ما معي الوثيقة إثنان الكشفة والأنماط التفاعلات المسؤولة عن تحريط طاقة الكاملة في المادة العضوية قصد دراسة سلوك خلايا الخمائر لليذيوغدوبيا اختجال مواد العضوية في غياب الأكسجين وسط حي لاهوائي نقوم بالتجارب التالية سنرى خمائر البيرا وسنرى السلوك بوعادة موجود لوسط حي لاهوائي سنقوم بالتجارب التالية نأخذ عين من الحليب الكامل الطري ونفرغها في بوكال مجددا ونفرغها في ماء ونفرغها في ماء 250 مليلتر نحرص على ماء البوكال الى اخرى نقوم بقاني بحليب من الفينا حتى لا يتم بقاني نضع داخل الحليب مقياس وقام لكم P و من عمليات التخمر لن نعذر الهيدروجين والذي نربطه بعدة الاكزا و قصد تطور حمضي الحليب لأن عمليات التخمر حول الغلكوز المكون واللاكتوز إلى حمض لبني يجب أن تكون غليكوز والحمض لبني بدون طرح لسي او دو نترك التحضير لمدة 15 يومًا في دعجة حرم ملائمة بعد ذلك نطور قيمة PH بوسط ردة الإجزاء نتائج مبينة في شكل واحد تلاحظوا بأن مع المدة دائما نلاحظوا PH و الزمن هنا إذن مع المدة PH سوف تنخفض وماذا يعني القيمة سوف تنخفض أن تركيز H سوف تزاد أن الجلوكوز سوف تفتت وحراريه لحراريه لكي نحتقل أن نصيغة الجلوكوز هي C6 H2 سوف تطور ملحنة وستنتج العلاقة بين هذا التطور و هذا الجلوكوز علما أن الوضع أصبح غنيا بالحنب اللاباني إذن تحليل بعد 15 يوما في درجة حرام ملائمار عنده نلاحظ نخفض قيمة PH من يوسكل ارتفاع قيمة حمضية الحليب نستنتج من هذه الملاحظة أنه تم هذا الجلوكوز مكوين اللاكتوز وتحول إلى حند لاباني السيد لاكتيك و ذلك في غياب الأكسجين نتكلم عن ظاهرة تخمر اللاباني لاحظوا معي الآن سوف تكون ظاهرة تخمر لاباني هي هادم للغليكوز حيث انتج عنه هذا سيكون عندي طرح للحمد اللاباني دون طرح للCO2 بالتالي C6 H2 سوف أعطني جوج CH3 CH و H سوف أعطني H وضع جوج CH3 CHOH COOH نضع في قرورة محلول غليكوز 5 جرام ثم نزرع في محلول خميرة البيرا ثم نضع التحضير في ماء ساخن 37 دقري سليسوس ويمتل الشكل الثاني العدد الجريبية بعد ذلك استعملت عدد العلزة و القياس تغير تركيزكم من الأكسجينت و ناكسيد الكربون و الكحول الإيثالي ويمتل الشكل الثاني المحصل عليه إذا سؤال ثاني حال النتائج محصل عليها خلال التجربة نفس البروتوكول الجريبي الحوجال فيها فتحتان ثم سحاحة ليمقلوبة لاحظوا معي هنا نفس المرين السابق إذا أشلاحظنا هنا دائما لاحظوا معي ثم الميبيان والشكل ثلاثة كتلاحظوا بأن تركيز O2 في انخفاض بالمقابل إرتفاع كمية CO2 والإيتالون إذا أشلاحظنا انخفاض كمية الجريكوز في الوسط طرح السؤودو في الأنبوب ارتفاع تفيد الحرارة طهو الكحول في وسط الزرح الشكل الثلاثة وفصر هذه النتائج تم استنتج إذا أشكيبين أمريكي يختفي أدوكي دار عندي السؤودو وكحول الإيتانول إذا عندي التخمل الكحولي والطريقة الثلاثة التي تنتج عنه كحول الإيتانول مع طرح السؤودو والطريقة السؤال 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 تنفس في وسط حي هوائي التخمر في وسط حي لاهوائي هذا الوسط غني بالأكسجين هنا غياب الأكسجين يتم هاتم الجليكوز بطريقة كلية هنا يتم هاتم الجليكوز بطريقة غير كلية أي جزئية أو غير تامة يتحول الجليكوز إلى السؤودو وماء أي مواد معدنية خالية من الطاقة بينما سواء التخمل لبني أو التخمل الكحولي كأن جزئات أطوية لازالت تختزين على الطاقة الأراضية سوف ن復رح الفقرة الموالية هي هذه الأعليات التنفس نجد أن يقومون الآن الضور الميتوكندري في تنفس الخلاوي الآن سوف نださい الضور الميتوكندري في تنفس الخلاوي أهم Ori款 كMANDوا للقشف عن البنيت الخلوية التي تحدث على مستوها كل من ضاهرتها للهي أو التخمل ويجرية التجارب ولملاحظات المبينة في الجدول التالي لكي نكشفه لين تقع ظاهرة التنفس وين تقع ظاهرة التخمر ندر التجارب التالية زر خلايا الخمائر في ظروف حي هوائية وزر خلايا الخمائر في ظروف حي لا هوائية ولحظوا مع الوثيقتين والرسمين التخطيطين قارن بنية خلايا الخميرة في الوساطين واحد واثنان واستنتج مكان حدود كل من ظاهرتين التنفس والتخمر في الخلية نكتب مقارنة بنية خلايا الخميرة في الوساط الهوائي والوساط الحي لا هوائي نكتب اوجود التجابو اوجود التشابو بجوجهم وجود نفس العضيات الخلاوية كيف مكينة ومغيشة دائما نواة وفجوات وجبلة شفافة اوجود الاختلاف اشلحنا بين الوساط الحي الهوائي ووساط الحي لا هوائي وجود عضي خلاوي يسمى الميتوكندريات الميتوكندريات التي يوجد بكمية وافرة وحجم كبير في الوساط الحي الهوائي بينما في الوساط الحي لا هوائي تكون ميتوكندريات شبه منعدي موادات بنية متلاشية غير نامية يعني انها تكون قليلة بسا ما هو الاستنتاج؟ على مستوى الخلاوي تطلب تفاعلات الهوائية يعني وجود الهواء ووظيفة التنفس الخلاوي تدخل ميتوكندريات بينما التفاعلات لا هوائي وظيفة تخمر تتم على مستوى الجبلة الشفافة دون تدخل الميتوكندريات هنا يوجد صور الالكترونغرافية تفقيل نفس الواتيقة نعطى ميتوكندريات بحجم كبير وهنا ميتوكندريات بحجم كبير وصغير وقال لكم اختلافات في الوساط الحي الهوائي ووظيفة الهوائي وقالنا يتباين هذه المعطيات في الظروف الحي الهوائي أو خلال دائرة التنفس يتطلب هاد من غلكوز وجود رضيات خاصة ليتوكندريات بينما في الظروف الحي الهوائي خلال دائرة التخمر يطلب من غليكوز وجود ميتوكندريات وبالتالي سوف نقول لك بعد الملحوظات الأساسية يبدأ كل من التنفس والتخمر بمرحلة مشتركة يتم داخل جبلا الشفافة والذي سوف نسميه إنحلال غليكوز والذي سوف تستمر التفاعلات التخمر في الجبلا الشفافة بينما يطلب التنفس والتدخل ميتوكندريات يعني تنفس التخمر تضيف في الجبلا الشفافة والتنافس سوف يدوز في الجبلا الشفافة والذي سوف يمشي الميتوكندرية الآن سنرى بنيات وفوق بنيات الميتوكندريات شكرا لكم الآن لدي الخلية لالشكل التالي ، هذه الخلية توجد غشاء سيتو بلازم بميتوكندريات وناوات إذا كبرت هذه الميتوكوندرية فهو يبدأ على هذا الشكل كأنه مستطيل أن يكون أضلع ووضحة ومتفقين وهذه الميتوكوندرية سيكبره أكبر سيبدأ على مجسام التاليب كأنه جوجة العلبة يبدأ العلبة الأولى فقط من العلبة الثانية وعنده نفس الحجم العلبة الخرجانية ستسمى غيشاء خارجي والدخلانية ستسمى غيشاء داخلي والفضاء اللي بين العلبتين ستسمى غيشاء وهذه الثانية ستسمى بأعراف والدخل ستسمى بماتريس على مستوى هذه الأعراف سيكون لقاء كورات شمراخ لبنيات مهمة في الأولى بكالوريا إذا انطلاق من هذه الصورة سنرى بنيات الميتوكوندري تعتبر الميتوكوندريات أو يعتبر الميتوكوندري من عضيات الخلية اللي تكون من غيشاء مزدوج أي خارجي وداخلي ويحضر بماتريس مثل اللي تسمى بالماتريس اللي غيتخللها فراغات للغيشاء الداخلي تسمى بالأعراف مهمة جدا لذلك اذكر مكونات الميتوكوندريات بفوق البنية يعني مكونات هذه العنصة الميتوكوندريات تقريبا الغيشاء خارجي ويحضر بغيشاء ثم غيشاء داخلي ثم ماتريس هنا الغيشاء الخارجي ثم الغيشاء الداخلي ثم الغيشاء ثم الغيشاء الخارجي وهذا وهذا الغيشاء الداخلي وبنتهم حيز بين الغيشاء اذا تتكلم لكم اذكر مكونات الغيشاء الخارجي سأقول بان تركيبه مشابه الغيشاء الثواجب لأنه كانت تكون فقط من فوسفو دهنيات لديهم طبقتين والفوسفو دهنيات وبروتينات مدماجة فقط الغيشاء الخارجي الميتوكوندري كأنه غيشاء سيتو بلازمي تكون طبقتين من الفوسفو دهنيات وبروتينات مدماجة هذه البروتينات المدماجة واضحين بينين مدماجين مع الفوسفو دهنيات ثم لدي الحييز الغيشاء لا يوجد مكونة فقط حييز الغيشاء بلازمي بينما الغيشاء الداخلي كيف ترى هنا فهو مهم جدا الغيشاء الداخلي مهم جدا فوق بنيات الغيشاء الداخلي الميتوكوندري كوان من ماذا طبقتين ميرفوسفو دهنيا سلسلة تنفسية بروتينات مدماجة لديها وبروتينات مدماجة ماد الفقانيين وهذا هنا فجن سلسلة التنفسية بروتينات مدماجة في الغيشاء الداخلي الميتوكوندري بينما هذه العناصر التي يجب عليكم لديهم الرؤوس هم كوراة داخلي الميتوكوندري وهي عبارة عن أنزيم ATP سنتيتاس أردتكم في الفرد المنزلي أن هذا الجزء يسمى كوراة داخلي وواضح هذا الجزء يجب علينا إذا يجب علينا المتريس المكوندري هو كل ما يوجد على مستوى تكون أستيركو أنزيم أو حلقات كريبس يعني المتريس ما سيكون فيها الحمد البيروفيك نواقل الانده ثم الأنظيمات الكربون والهيدروجين التنفسي نشاط ثلاثة التجربة التي رأيناها بسيطة لدينا فأر جزئات الجليكوز الموصومة لنماتة مشعة إذا أعطينا الفأر شدية واحدة القفص وعطيته ببرون وعطيته الجليكوز المشعة في المشعة أن السيسيس مصدر المشعة المشعة ويلاحظ بعد مدة أن السيودو المطروح من طرف الفأر يحتوي على أكسجين تقيل يعني أن الفأر يترحل السيودو المشعة إذا السؤال إستنتج مصدر السيودو المطروح من خلال معطيات جريبية واحدة مع كتابة التفاعل إذا ما سنقول الآن أن ما سنقيد ما سنقيد السياسي من الوحيد قطع الدب سعيد عهarina السياسي سوف نكتب على الشكل التالي التفاعل C6H12O6 زائد 6O2 التنافس الخلاوي الثاني 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 بصغير الأجم皆さんي الثالثات بصغير الأجمام الكواشف ملون أزرق كما ستكون لديه أزرق إذا كان لديه الفواسط فقير من حيات الهيدروجين إذا انك إلا تحققت الواصط و لا يكون لديه فوق الأزرق إذا كنت أشكي بالله تركيز الهدروجين لاحظوا معي الأنبوب تقنط أزرق الميتيلين يجب أن تزرق الميتيلين مع مادة مهدراجة يعني غنية بالهدروجين فقط تزرق الميتيلين هذه المرة أزرق الميتيلين نتجة نباتي وحيواني طرييين ومطبوخين هنا يوجد تزرق الميتيلين ونقول بأن في هذه التجربة بينها تجربة اثنان في الهدروجين تجربة اثنان وإنه يوجد تزرق مثل تزرق الهدروجين تسنتج مقارنة مقارنة بالتكات بسيط جدا لدي الكائن ويوجد نسيج نباتي وحيواني ومكومة مادة عضوية يجب أن تكون كائن حي مع المادة العضوية ويقوم بطرح الهدروجين ويجب أن تزرق الميتيلين إذا كالكائن غير حي مع مادة عضوية أزرق الميتيلين لا يستطيع إخذ الـ H بلوس تحرّط مادة الوسط و غير يكون قد تلوين كيف هو أزرق إذن أشنع نقول الآن أن المادة العضوية تحرر الـ H بلوس يعني كتعرض لتفاعل انتزاع الـ H بلوس إذن من تجربة الأولى لاحظنا أن المادة العضوية تتعرض لتفاعل انتزاع الـ H بلوس كي يتفرض الـ H بلوس بينما في تجربة الأولى لاحظنا أن الغليكوز يعطني CO2 يعني أن الغليكوز يتعرض للتفاعل انتزاع الكربون التجربة الرابعة أخذنا فأر وضعنا في واحد الواسط الذي يحتوي على أكسجين تقيل بالأودو ديزويد ولاحظنا أن الفأر يترحل CO2 وعادي وأشدوزه ولاحظنا على التحليل أن الماء المطروح يحتوي على أكسجين لأن الفأر يتعطي الأودو المشيعة ولكن الغليكوز غير مشيعة سيكون نتيجة سيكون لدينا الشكل التالي سيطلب من خلال تحليل النتائج الجريبية يستنتج مصير الأودو الممتصة مع كتابة التفاعل الإجمالي يعني أن الأودو الذي ندخله سيطلق مع الهيدروجي المنتزع من الغليكوز ويعطني أشدوزه لأن الأودو الذي ندخله بالأحمر وكتبه لأنه يأتي من الغليكوز يعني أن أشدوزه يأتي من الأكسجين والغليكوز لذلك تعطي أشدوزه زائد الدب وذلك إذن كما نقول السيو دو ما وأصلها بحدها هو الغليكوز كما نقول أشدوزه ما وأصلها هو أو دو والغليكوز هنا ندخله للفقرة الموالية إذن نرى الكشف عن ضائرة التنفس والتغمر من بعد كشفنا بعد ذلك على آليات التنفس نرى التأكسدات التنفسية ونكشف على مراحل التأكسدات التنفسية للغليكوز النشاط 4 تم زرع خلايا الخميرة في وسط ملائم غني بالأكسجين يحتوي على الجليكوز المشي السيكاتورس ومكّنت ملاحظة عينات من هذه الخلايا في الفترات تزغوط تأون تدوت 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 تتوت تكات من الكشف عن بعض المواد المشيعة وهي حمد البيروفيك وأحمد كريبس والسي او دو ويبين الجدول تموضع تركيز هذه المواد حسر السلام لأن أخذت في الأول خلية الخميرة في السيكاتورس في السيكاتورس وعطت تلك الجليكوز المشيح في الكربون سيكاتورس يعني سيكاتورس سيكاتورس مكّنت ملاحظة عينات من هذه الخلايا في الفترات التالية من ملاحظة عينات حمد البيروفيك أحمد كريبس في السيكاتورس في الأول نحن المشيح نحن المشيح تلك الجليكوز في الجليكوز نحن المشيح ملاحظة تركيز ضعيف و تركيز متوسط و تركيز قوي اذا تزغوا تركيز قوي ثم تركيز قوي اختفى تركيز قوي وبالتالي يظهر في الجبلة الشفافة في الزمن تزغوا تركيز قوي لا يوجد تركيز قوي و من ايضا نقول ان الجلوكوز تحول الى حمد البيروفيق على مستوى الجبلة الشفافة حين البيروفيق التي كانت الإشعى في الميتوكندري بعد مدة 3 قاع الى الاشعى التي كانت في الجبلة الشفافة اظهر في الميتوكندري على شكل حمد البيروفيق و مع هذه المدة ظهور ايضا اشعى الجديد لوادي احماض كريبس لولاد كل الان في هذا الواسط الميتوكندري و ايضا ظهور ساودو لخرجات مشعة في الواسط الخارجي يعني ان الساودو الأصل احماض كريبس اذا ما سنقول هنا في التحليم في الزمن تزغوا يتواجد الجليكوز المشعة خارج الخلية في الزمن تزغوا يتواجد الجليكوز المشعة خارج الخلية في الزمن تزغوا للاعظة ال ، تزغوا يتفاعلت الزمن قليل في الزمن تزغوا يتحول حمد البيروفيق المشعة الى排 HTP في الزمن تزغوا يتحول حمد البيروفيق المشعة Mouse اذا يستق cr howmd ill pit pes cape ينتج عنها ضغور احمد كريبس وطرح للسعود في حال التجربة السابقة سوف نعطيكم وسط ب مواد كيميائية جديدة في الوثل خارجي في حال الجبل الكلقى في صفحة أحمد كريبس يشهر تس��는ب الاحماد بالطبع قد يكون السوديني لركيز قد يكون السوديني لميتو خلاص و يكون السوديني للأشعر اثم احمد داريبس و في السوديني لديه على مستوى الأجوبة لاحظوا معين على مستوى الوسط ثاني اعتدد الجليكوز أحد الخارجي على شهادة يعني الوسط تنفوس الخلوي مستوى السوديني لتخمر نعم تخمل سيكون لبني أو كحولي لأني لم أعطوني ماذا سيكون باقي المكون الأخرى فقط ضائرة تخمل في الزمن الثاء نخاف الإشعاع في الوسط الخارجي و الظهور في الجبل الشفافة للوسطين الأوبية و أشكيد العدم بما أنه كان في الوسط الخارج ودخل الخلية لأن الخلايا تستعمل غريكوز الزمن الثاء يظهر الإشعاع متوسطة في الحند البيروفي للجبل الشفافة في الوسطين معه و إشعاع ضعيف الميتوكندريات الوسطين يعني إنحلال الغليكوز وتحويل إلى حند البيروفي في الزمن الثاء نخاف الإشعاع في الجبل الشفافة و الظهور القوي حند البيروفي و الضعيف أحمد كريبس وكيدل على استعمال متوكندري لحند البيروفي في الزمن الثاء تركيز إشعاع أحمد كريبس داخل الميتوكندري في الوسطين أو الظهور سأدوى مشافة في الوسط الخارجي لكيفيد حدود تفاعلات دورة كريبس وأيضا تفاعلات تكون أستير كأنزيم أحد حلقة كريبس لا يوجد شيء يحدث على حند البيروفيكي أو أحمد كريبس بل أيضا تكون أستير كأنزيم أحد النشاط الخامسة بعد عزل ميتوكندريات من خلايا كبيد الفأر بتقنية النبت سابقا نشاهد لكم القريب قد نأخذ الفأر قد نبنج الاسترخدت من خالف البطن أو القبيد قد نعرضها لتقنية النبت في أيضا تقنيات النبت قد نعرضها لتقنية النبت قد نزولها لتقنية النبت وضعها داخل حافظة مفاعل إحيائي بمحلول غني بالأكسجين يعني هذه الخلايا الكابيت التي تضحنتها في المولانكس لذلك الأسفل سنزل العناصر التقليل لك الميتو كوندريات وفي أعلى غيب طاغل غيش أستو بلازمي كنزل مكونات الميتو كوندريات فإن ندرهم في حافظة مفاعل إحيائي بمحلول غني بالأكسجين يعني هذا المفاعل إحيائي بفتحتان الفتحة للتحريك والفتحة للقسطر وهنا نعدي الميتو كوندريات هذه الميتو كوندريات التي يكون عندنا معهم وفي الأسفل مجلس لقياس تركيز أوضو والتركيز الأطيب بالقسطر سأضفت كمية قليلة من الكوليكوس وفي الأسفل أضفت حمض البيروفيك وتبع التطور على شاشة الحاسوب وفي الأسفل تركيز أوضو والتركيز الأطيب وفي الأخضر تركيز الأطيب في الزمن T1 وفي الزمن T2 حمض البيروفيك ما الذي نقول الآن؟ الزمن البيروفيك الزمن البيروفيك الزمن البيروفيك وفي الأسفل الزمن البيروفيك الزمن البيروفيك الزمن البيروفيك الزمن البيروفيك وفي الزمن البيروفيك وفي الزمن البيروفيك الزمن البيروفيك ويكشف انخفار تركيز الأكسجن عند إضافة حمض البيروفيك crying الزمن البيروفيك الزمن البيروفيك ثاني الزمن المؤثمر ثاني على مستوى الميتو كندري ويحتاج الأكسجين ويسمى تأكسودات التنفسية سوف نرى أي مستوى بالضبط في الميتو كندري ويحمد المستقلب الذي تعرض للتأكسودات سوف نرى العناصر في أحد الأنبوب على الشكل التالي سوف نضع المكونات الكابيد أو عنصر أخر العناصر التقيلة تنزل الأسفل والخيفة تتلقى الأعلى سوف نضعها هنا يبقى يدور هذا الجهاز النبت وبالتالي بالطريقة التالية عكس الجاذبية وبالتالي العناصر التقيلة ينزلون هنا والعناصر الخافة يبقى في الأعلى هناك تذكيرات مهمة جدا قبل أن ندخل المراحل إنحلال الجليكوز على مستوى الجبلة الشفافة سوف نبدأ معكم بالتذكيرات التذكيرات هذه مهمة جدا بالنسبة لكم أولا تعریف الألقانات إذن سيغ الكيمية א�يل أبدا شخصized إذن سيغ الكيميا ي Bernadadal سوف نرى الوضائف الالكانات الكحول يسالي بشكل الكحول المعضلة الوضائلةま Limit كلهم نحن اختب Delaware إثانال. إذن. CH3, CH2, OH. وهو تفاعل التخمر الكحولي C5, OH. إذن. بالنسبة للقالديهيد التي تفعلنا في العمل التي تفعلها. وهو تفعلها في المركبات الغلوكوز. وهو تفعلها الألكان المرتبط بCOH. وهو تفعلها من كاربون الجوج. وهو تفعلها إثانال. بينما وهو على مستوى السيطان. وهو تفعلها الألكانات. أعطيت الفريكتوز الغلوكوز في الأسطلات mã. بالنسبة للطبئروكتوز الدينة. جائمة الجوج يجب أن تفعل الأد dividية выпكاراة provisions. والطبئة USA أوRO C مثل الحمد يكون مخالفة اليدروجين كارتات الكاربونات يتسمى بالبروبان وعندهم وظيفة سيطونية بينما الحمد الكاربوكسيلي هو أسيد كاربوكسيلي يتسمى البرمزيان يتسمى RCO بحالة الديهيد غير مثل O يتسمى الأيثان وعند وظيفة حمد اشتركتكم في وهو الأمل مراكب الكيمياء التقي تفاصف الدب إلى تبي يعني الدب زائد بي يعني الدب و الحلماء الدب يعني الدب يعني الدب زائد بي إذا نرد الاسبال التفاصل وعند الاسبال الدب زائد بي حيث يرمون البعض الطبيعيين سوف نقوم برحلة بالنسبة للنواقل نتوقع للهيدروجين انها جوش إذن ستعطني 1H plus 2 إلكترا إذن أسميه إكسادة الإختزال كنقول من 1D إلى 1D إذن نكتسبنا إذن 1D زي 2H plus 2 إلكترا كنتعطني 1DH2 إذن رتمعي البال إذا كان عندي 1DH2 إذا كان عندي 1D كنقول إكسادة إذا كان عندي 1D إذا كان عندي 1DH2 كنقول عندي إختزال المركب 1DH plus 1DH plus كنكتبوه أيضا بال 1D plus 1DH plus يعني هذه المركب 1DH plus يعني هذا المركب 1DH plus يعني إذا كنتبت 1DH2 وقعت لأكسادة كنكتب 1D plus 1DH plus 2 إلكترا وإذا كنتبت 1D plus 1D plus 1 H plus 2 إلكترا إذن عندي جوشة مجابة و جوشة شوشة ساليفة على 2DH2 بالنسبة لأسماء الجزائيات 1D كان عندي حسناً بالنسبة لأسماء ثلاثة ، أربعة ، خمسة ، ستاديو الكربونات وهذا الكربونات الذي أعطيه أول كربونات لديهيدية إذن تسمينا بأنه الغلوكوز لديه وظيفة الديهيدية ثم ستبقى لديكم متعدد كحولات سأضع كحولات 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 سأبقى لديهم ثم سأبقى لديهم خيبين ثم سأبقى لديهم أبقى لديهم shy 6 6 أبقى لديهم الغلوكوز 1 2 3 5 6 الزوجة 3 6 2 6 أفضل نعم إذا الآن سوف نتقل إلى تفسير مراحل انحلال الغليكوز وكي يبال لنا بأن أهم عنصر في هذا الدرس هو هذا الجزء للانحلال الغليكوز لمطالبين في هذه الوثيقة ككل لا تحفظوا الصياغ الكيميائية بل تحفظوا الأسماء لذلك الإسم والمحفزات من كل مستقلب إلى مستقلب آخر يعني في الأول في الأولى بكالوريا كل شيء كان عقل على جزئات الغليكوز قلتوا بأن الغليكوز هو C6 H12 O6 بحيث تدير الكاربون إذن من 1 2 3 4 5 6 تدير الكاربون قبل أن الكاربون الأول عنده وظيفة الديهيدية ومتعدد الألكولات إذن عندي ألكول O H في C2 ثم ستتخفى في الجهة الأخرى وربعة وخمسة دوم نفس إتجاه C2 وكي تبقى H2 O H بالنسبة للكاربون السادس إذن حقاكونا جزئات الغليكوز نفس إذا جزئات الغليكوز تكون في وسط الخارجي الخلية تستعملها ودخلها إلى وسط التاخلي وأنه يوجد جبيلة شفافة إذن الغليكوز يدخل جبيلة شفافة ولكن كيف تدخل جبيلة شفافة يمكن أن يخرج من جبيلة شفافة الخلية تبقى استراتيجية لكي تدخل الخلية لا تخرج وإذن تفضل المركب وإن تنفيذ حالما هو يضع البيئة هذا البيئة يمكن أن تقوم بها هذا البيئة يجعل الخلية في الموقع 6 يعني على مستوى هذا اله يتحيط ويجي بلاسته يصق اله 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 لدي المركب الغلوكوز كما هو وظيفة الديه ومتعدل الكحولات وعندي في الموقع 6 يصق بلاسته اله وبالتالي بما أن الفوسفات يصق في الموقع 6 كان يصق مركب وقسمه غلوكوز وغلوكوز في الموقع 6 فوسفات يعني غلوكوز يصق في الموقع 6 الخلية التي لديها القطبية 6 لتقيلة في الفوسفات والقطبية 1 خفيفة ودائما تسعد لتحقيق التوازن لهذا الخلية ستعود لحلمات جزئة ATP وعندي جزئة ATP من جديد ستقوم بالتوقع ستلاحظ بأن الكربون يصبح في الموقع 6 يعني H2OB يعني هذا الفوسفات الذي ستحيط هذا يصبح يصبح COP ولكن H ستحيط من C 2 H و C H 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 1 وظيفة ستونا وحيط وعند كاربون وعند موضوع وثم لدي اسم غلوكوز المركب ستونا وضيفة ستحيط ونحن كلمة غلوكوز إلى فريكتوز ولكن الفوسفات في اللاعثق في الموقع سوف تسمى فريكتوز 1-6 تنائي الفوسفال هذا المركفه مكون من 6 ضرات الكربون بما ان هذا الجزء الخارجي والجزء الخارجي سوف تقيل من الجانبين وخفيف من الوسط لذا سيتم لها الانشيطة سوف تنشط على هذا الجزء سوف تنشط على هذا الجزء الخالج سوف تقيل على هذا الجزء المركب على الأسفل ثم المركب في الكاربون هذا الجزء الخالج لديهيدية على مستخدام الأعلى بوجه الجزائي في الأسفل لديهيدية وهذه هذه الأشل لنا حولناها للجهة الأخرى بواسط الأنظيم غير مطالبين في هذه السنة هذا الـ إيزوميغاز إذا كنتم ترون من هذا الاتجاف في الملايين فهذا نفس الحاله و بالتالك القرش لجزائيات متمثلة لديهيدية و هذه المركب في واحد جوج ثلاثة بما انه في ثلاث الكربون فهو مركب الذي يتسمى بالبروبان والبروبان إذا كان في عدة كحولات ووظيفة ألديهيدية البروبان ستتحول buy glycer إذاً glycer والوظيفة الغ nächاديهيدية وفيها فوسفات واحد إذا سسموه بGlycer-aldehyde Fosfate الجليسير في فوسفات محل جزيئة جوج وبالتالي ، عن طريق إنشطة في فلكتوز 1-60 ثناء الفوسفات يغلقون جوج Glycer-aldehyde Fosfate كيفما كنتشى معي جزيتين اليوم بحال بحال دائما في الغداء اليومي يجب أن يكون غني بالكالسيوم والبروتينات والفوسفور لهذا الفوسفور فهو ضروري وبالتالي هذا المرة سندخل فوسفور غدائي هذا الفوسفور الغدائي ضروري الغدائي هذا الفوسفور الغدائي لا يجب أن تخرج الوسط بطريقة عادية بل يجب أن يأخذها مستقبل للبروتونات والإلكترونات لهذا في هذا الموقع الذي يؤدي الوظيفة الغدائية C OHSoo H سوف تمرار هذا اله 경찰 و سوف تحيظ هذا اله و سوف تأتي لسقننا لأوباا و نأوبا لأنه في الصفور عضوي و بالتالي سوف تخضي 1D+, لذا سوف تدخل جايل نوفع sabemos ا anat unt X وتختار في الان يبقى ثم قريسة نتحيق يوما الان التوذية يتجون لمضاهرة الاختزال ومنه عبر التوذية الليل الفوسفاد لا يظيف وظيفة كanti ولا recalling inspirational يوجد وضيفة قريسون إذن لدينا وظيفة حمدية سوف تسمى المركب بدل غليسير الدياد سوف تطلب حمد حمد غليسيري ولكن لا تسمى حمد غليسيري سوف تسمى حمد غليسيري إذا الجزئات تهدم أو غنيين بالفوسفات سوف نحتاجه للصقلات الجزئات بما أنه مركبات بسيطة جدا إذن سوف ندخل لدينا جوج فوسفات لدينا جوج فوسفات لدينا جزئات الدب سوف نحتاجه لدينا جزئات الدب سوف يأخذ 4 الفوسفات و سوف يأخذ 4 الفوسفات وبالتالي سوف يأخذ CH3COCOOH CH3COCOOH وهذا 1 جوج 3 غير مواقع الكربونات لدينا جزئات الجليكوز CH3COCOOH وهذا مطالبين بالحفظ وهذا جزئات حند البيروفيك النهائية لدينا جوج حند البيروفيك واضح طريقة بسيطة جدا لدينا COOH وهنا PAO لدينا WB وهنا COOH وهنا CH3COCOCOOH Ok COOH عدد الموليد بيطاني. أجد أن الغليكوز 7 فوسفاد بين الجغزائة الطيب. 일본 غليكوز 8 فوسفاد 3 فر instability 1 1 فسفاد 10 ف guessing الجثة الษليكتوز 1 Saltни 16 ثم في weeks 107 فسفاد سيديح النشطة الافارضise بنيج 보세요 في عدم consegu transc Bringinginciding إن يحتاج الجزئات الـ atp للحصول على جزئات الـ Atp إلى الـ Atp سوف يحصول على جزئات الـ Atp كل هذا الذي أردتكم هاته أدريكم خطاتات بواسطة أكثر ماذا ؟ حينما يحتاج الجزئات الـ Atp إلى ال Atp بواسطة أنظمة نوعية سوف نرى هذه الأنزيمة نوعية في التمارين سوف نضع غلوكوز 6 فوسفات وبالتالي الغلوكوز 6 فوسفات سوف يحتاج جزئات اكتب اخرى سوف نضع فريكتوز دون الفوسفات في الموقع 1 و 6 ثم بواسطة الأنزيم سوف نضع فريكتوز 1 دون الفوسفات إلى جوج جزئات الجليستير الديد فوسفات الممو كواني المثال الكربونات مع فوسفات وبعد ذلك سوف يدخل عندي جوج جوج لدولة الأحماض فوسفورية جوج لدولة أحمادى جوج لدولة الأحماض فوسفورية يوجد للعداد فوسفات سوف يكون جوج الجليستير جوج 2 جوج P والتالي الجوج حماد الفوسفات جوج أحماض فيروفى على الصفوفي الديد وفي النهاية عمض فيروفى هناك مراحل مشتركة نجمعه في مرحلة واحدة بالنسبة لدمج الحامد الأحماض الفوسفورية مع اختزال جزيئات الـ ND إلى الـ NDH هناك تلاحظ تفاصيل الـ ADP إلى الـ ADP ستكون في المرحلة الثالثة وهذه المراحل بثلاثة كلهم في الجبلة الشفافة وبالتالي نقول داخل ستكون في الجليكوز ومنعي من مغادرة الخليج لأنه قلت لكم إذا ادخل الجليكوز يمكن ان يخرج ولكن يتسقط فوسفات لكي لا يخرج الجليكوز هنا هنا أسئلة عرف وصف مراحل انحلال الجليكوز على مستوى الجبلة هذا يجب عليكم تحفظوا لأنه 100% يتحط في الانتحال الوطني عرف وصف مراحل انحلال الجليكوز خاصة لكم تعقلوا إذا تكتبوا تعرفوا انحلال الجليكوز في 4 جل العوارض هي مرحلة مشتركة بين التنفس والتخمل لأن التنفس والتخمل يبدأ من الجليكوز الحمد البيروفيك إذا انحلال الجليكوز مرحلة مشتركة بين التنفس والتخمر إذا عندما يدخل بالأساس الحمد البيروفيك للميتوكندري يدخل على ما الجليكوز يتجعب بالأساس يجب علي خاصة على حمد البيروفيك يعني ان انحلالجليكوز مرحلة مشتركة بين التنفس والتخمر بالأساس تتم داخل جبلة الشفافة يعني المراحل المثلين يكون داخل الجبيلة الشفافة ويكون دائما محفزة بأنزيمات هنا في كل مرحلة يوجد أنزيم كل هذه الأنزيمات نوعية ومسؤولة للتحول من مستقلب إلى مستقلب آخر وهي أيضا تفاعلات في هذه المرحلة ما دخلت O2 وبالتالي ستكون غير مستهلكة للأكسجين المرحلة المشتركة بين التنفس والتخمر تتم داخل الجبيلة الشفافة محفزة بأنزيمات نوعية وغير مستهلكة للأكسجين إلى سؤولكم أعطني مراحل حلال غليكو المرحلة الثلاثة المرحلة المرحلة الأولى والثانية والثالثة المرحلة الأولى هي البسيطة جدا الغليكوز والسيس تأشو الأفريكتوز تنائل فوسفات 1-6 تنائل فوسفات وتمتح الماءات جزئتين المرحلة الثانية المرحلة الثالثة تحول جوج حمد غليكوز فوسفات اكتزال جوج المرحلة الثالثة الأخير البسيطة تحول جوج حمد غليسيري تنائي الفوسفات إلى جوج حمد بيروفيك وبالتالي تفاصف الربعات الجزئات الـ ADP إلى ADP التفاعل الإجمالي لمراحل انحل الجليكوز بدأت بالجليكوز والناتج النهائي وجوج حمد بيروفيك والانتج ما هو؟ سوف نرى الآن يخصف PIOT الـ ADP خالط أطول الابأس و الإنتاج 4 ضعط أطول الـ ADP إذا كنا نحصل إلى الـ ADP إذا كنا نрыв pl duties و الفوزيزيري يتم مmanع جوج P Offic الانتج النهائي نحصل إلى الـ ADP ml له جوج و الإنتاج تجنيлю ورأى الأطولى من الم host أولاً يتجده للجوج الآدP أو الجوج NADH2 ليه إختيزال NAD إلى NADH في إذا أرغب على إطالة المثالة في المنزل C6H12O6 ستجده لجوج 2-3-COCO-OH بحيث سيتم تفاسفور و اختزال في الأول سنقول تفاسفور جوجة dP زائد جوجة PI لأنه الناتجة للغريكوز و جوجة dP و سيكون لدي مادة اختزال جوجة Nd زائد 4H زائد 4H زائد 4H زائد 4H زائد 4H و طريقة أخرى نكتب بها ندير جوجة Nd زائد 1H زائد 4H زائد 4H زائد 4H زائد 4H زائد 0H زائد 1H الآن بالنسبة لحصيل التقيين لأنه ينحلل الغريكوز كما يسفور جوجة dP إلى جوجة DP و اختزال جوجة Nd إلى جوجة Nd الحصيل الكيميائي لأنه ينتج مل الجلوكوز المل الغريكوز لأنه يفتح و مصنع يريد أن يقوم باللغة الأحصيل الكيميائية الغزئة هي غلوكوز من جزئة في أثيران الحصول الطاقية هناك ستكون ججة أثيران تحترك أن جيجة أثيران ويسببًا المقدمة الاختزال مزيد الهضة 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 سؤال مطروح بما أن حلال الغزئ الهضة س الفئر لذة في الغزئة الهضة لما يحدث البيروفيك المؤكسة داخل الميتوكندري لذلك كيف يحدث البيروفيك في الميتوكندري كيف ترى معي هنا بعد دخولي الميتوكندري يتعرض البيروفيك الهدم عبر مجموعة من التفاعلات التي سيضعها في الوثيقة التالية عبر مرحلة تاني اذا اردت معي دائما البال ما يقوم بإضافة هي توليكا توليكا يقوم بحاجة البيروفيك هنا يتدخل بالغيشات الخارجي الميتوكندري ثم يتدخل بالبيروفيك ثم سيضع الغيشات الداخلية ثم سيصل ميتيوكندري وكيف تزدخل الميتوكندري وهي تصديقا من كم من كاربون 1 جوج 3 سوف نحضir مركباً نضيف حمد الانزيم موزئ للكربون والهيدروجين سيختار حمد الانزيم موزئ للكربون والهيدروجين يظهر لأسيتيل المراكب العنية يمكنك تراءات كريبس مثلا موجود إسمه رمز مجوعة هذا هو رمز تدخل مع مجوعة و يسمى مجموعة هذه الانظيم هذا الت 선물ات تُظري أو خميدة الإضافة تُظري مركب حميد الصنوات ستجوهة للسجاج الإضافة للسجاج ستلfive هي حمد سيسترك سيسترق الفتر المركب السيسترق يعني عمد السيسترق مجرد يكون القوانزيم ايضا قاعدة لدخوله في حلقات كريبز من بعد ، حمد سيتريك مركب مكونات ستاديو الكربونات تعرض إلى أنزيم مزيل الكربون والهيدروجين هذا الأنزيم مزيل الكربون والهيدروجين يطلق من حمد سيتريك دائماً CO2 و يطلق منه CO2 أي كاربون قسم السيسيس غير مركب السيخمسة إلى زوال الهيدروجين إعطائه دائماً الـND+, لكي أعطينا الـNDH2 ثاني المركب السيخمسة نضع مركب السيخمسة نضعupa مزيل الكربون والهيدروجيان إذا زول من سيخمسة كربون يتوجد منبسة السيخمسة سيأخذ المركب السيخمسة نضع المركب السيخمسة سيكون بقوى مركب أساسي وهذا المركب السيخمسة سنتحضف الفوسفاد يؤدي الجدول والفوسفات يكونها سيحصل على مركب 8 نضع هدراجين سيشفر جدولة نجد وكذلك نضع نجد تي بي وهذا جدولة جديد ثم يساعد المركب الدولتا وهذا يمكنك أن تنبغيك الكربونج أكثر ازم من الكربون كل الأنزيم الذي دخلت فيه وهذا الأنزيم مزيد للهيدروجين لذلك يزوّل من التصوير مرتبط الانضيق المركب السرعة لما يرغب بكاثل فتسرع لانه اكسدا اختيزال هو اقل اذا فهذا فهذا يجب ان في طريق الهيدروجين الذي يزوده في هنا والمركب ساربها لانزيم مزيل الهيدروجين ويجب ان ننزيل الهيدروجين و لحظة الآن سوف اثناء مرحلة الاولى نتم معي على أستيريكو أنزيم أ يتضيف المحضorك يتجرب خميدة سم anderen وan و precipice لكن في حلقات كريب سوف يقوم بضاء إصابة الهدف على الزهر حيث سوف نقوم بضاء إصطلاق الهدف بضاء إصطلاق الهدف والذي تقوم بضاء إصطلاق الهدف هذا هو هذه النواتج التي تكون في حلقات كريب السلطة سوف تكون النظام الهدف للحفظ يتكونا نستخدم أنزم أكاد نجليز سجاءات CO2 وNDH2 بينما بالنسبة لحلقة كريبس فهي تخرج لجوز سجاءات CO2 و تخرج لجوز سجاءات CO2 و تخرج لجوز سجاءات FDH2 و تخرج لجوز سجاءات CO2 إذا السؤال الأول أذكر مراحل هذا محمد البيروفيك على مستوى ماتريس الميتوكندري إذا الأجوبة بسيطة بثاف يتم حمد البيروفيك على مستوى ماتريس الميتوكندري في مرحلة مدخلت في أودو أي بغياب الأكسجين وهذه هي مرحلة المرحلة أولا اسمتها مرحلة التكوين أستيوالكو أنزم A يجب أن تحفظوا هذه السطور تفهموا هذه المرحلة أولا تتكوين أستيوالكو أنزم A خلال أشكل اللحظة أن حمد البيروفيك يتعرض الأنزيم موزيل الكربون والهيدروجين يخرج الكربون على شكل CO2 والهيدروجين على شكل H وبعد نهاية موزيل فإنها هي ماركبة أستيوالكو أنزم A وسيقوم إرسالكو أنزم A و ستحفظه الهيدروجين في أستيوالكو أنزم A يترونني قائمة المقول لك من الهيدروجين ريما يتتكوين اللحظة البيروفيك يجب أن أشترك من الهيدروجين سوف تكتب على الشكل التالي حان البروفيك راكم حافظينو سوف تكتب على الشكل التالي حان البروفيك راكم حان البروفيك راكم بشكل التالي امتع بشكل التالي موضوع من الأسيتين أو الهماعين و فيقول المترجم الأمر الثاني لصناع دورة كريبس إذا أريد المركب الذي يخص سوف تصوير لجلسة الأسيتين و الأسيتين يوجد حمض الإطائن سوف تكون لدي حمز ستريك و هذا المركب الانزيم سوف يخرج في حاله لأنه سوف تقوم بجزئة أخرى سوف تكون حمز ستريك يتعرض لأنزيمات موزيلة الكربون والهيدروجين سوف تكون حلقات كريبس و سوف يتم اختزال للجزئات الاند بلوس والجزئات ايضا سوف تكون لدي تفاصف الجزئات الى الجزئات الى الجزئات الى الجزئات الى الجزئات وبالتالي دائما تؤدي تفاعلات دورة كريبس وهذه من كل الشقة الأستيتيل يخرج من الكربون والكربون و سوف تكون حمز الأكسر الأستيتيك من جديد سوف تكتب الطريقة التالية سوف تكون المسي revise انه سوف تكون جديد المرحلة الثانية للحامل البيروفيك يقولون حلقات كريبس حلقات كريبس يدخل الاسي تلك انزيم ا و يكون انزيم البيروفيك يدخل البيروفيك يدخل البيروفيك يدخل البيروفيك لكن بالنسبة للتفاعل نهائي الثالث يدخل البيروفيك يدخل البيروفيك او ثالثة من 4 Select 1d 1 fd 3d 3d 4d 1d h2 1 dfd 3d 2d gtp كل جزئة ATP تكون من 400 جزئة gtp لا توجد فيه فقط من انشات الانشياء غير انه ليس فقط قواعد ازوتية القوانين مع الادينين يعني كل جي تي بي سيكون اتي بي الملحوضة الثانية لتفكيك جزئات واحدة من الجليكوز كل يان اشتاجه الجوج مراحل دلتا كوانستي الكوانزيم او جوج دلتا كوانزيم او جوج الحلقات كريمس لماذا؟ لان الجليكوز كوانزيم جوج حاند بيروفيك يعني جوج حاند بيروفيك يوقع لهم نفس المراحل اللي لقنا سابقا مطلع الثالثة أعداء الحصائل النهائي لحن البيروفيك في المطريس الميتوكندري واضح؟ إذن نعرف جيدا سوف ترى هنا حن البيروفيك 1 أو 3 داولة CO2 إذا كنت أرى حن البيروفيك يأتي 6 داولة CO2 ومالك المتفاعل للتنفس إذن كحصيلة تأكس الجزائتين من حمد البيروفيك في المطريس التي تكون على الشكل التالي إذا سوف تكون حن البيروفيك 410-DH2 1-IF-DH2 1-GTP إذا كنت أرى جزائت الغليكوز ولكن نعتبر جزائت الغليكوز وهذا سوف يقومون بأي جزائت الغليكوز أو شوش الثاني سوف تأكس البيروفيك 810-DH2 1-FDH2 و 1-P كخلاصة ينتج التأكسدات التنفسية التي لا يقصد بها تفاعلات حلال غليكوز وهمد محمد البيروفيك اختزال ماذا؟ نواقل اليوم الـ Nd و Fd إلى FdH2 و NdH2 إذن هذه الجزئات تنقل إلكتونتو البروتونات أشخاصة تعود الحالة المؤكسدة إذن كالسؤال ما هو مصير الـ NdH2 و FdH2 المنتجة في مراحل هات محمد البيروفيك مراحل السلسلة التنفسية في مراحل السلسلة التنفسية سوف نرى أكسدات النواقل اليوم الـ NdH2 و FdH2 ونرى معي النشاط 6 التجربة سوف نعزل الميتوكندريات قلته نأخذ فأر نبنجون نفتح البقن ونأخذ الكابيد خاصة تكون بقي حية لأن الفأر خاصة نبنجينه مثل ما يموت ونأخذ ميتوكندريات حية نضربها في الكابيد نضربها في موليناكس ونرى النبض ونضرب الميتوكندريات في القاعد الأنابيب ونضرب الميتوكندريات في مفاعل حيوي وضعها في وسط يحتوي على معطي الإلكترونات والبروتونات وقلت لكم سابقا أن الـ DH2 هو الـ FdH2 لتطور الإلكترون والبروتون وتم تطور تركيز الـ H في الوسط قبل وبعد حق المحلول غني بالـ O2 إذن نحضر معي هنا هذه الحافظة للمفاعل الحيوي إذن كيف ترون معي هنا لدينا ميتوكندريات وهذه الوسط لدينا في وسط يحتوي أي محلول بدون O2 ولكن في الـ TH2 وهذه المفاعل لدينا فقط ميتوكندريات من بعد في الفتحة الفتحة الأولى فيها المحقنة لكي نحن نحن الغني بالـ O2 والفتحة الثانية لدينا مقياس واضح وبعد ذلك أعطينا هذه الردة لكي أعطينا المرتبطة على الحاسوب المبيان قبل أن نبدأ معكم مساءة المهمة ومتذكر هناك بشكل نعقل إلكترة والإلكترنت 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 الـ H2 والإجابة والإلى والإطارة والإلكترنت من الهيضور و الهيضر إذا ما هي البي اشجادة تركيز اله مالج كلما كان البي اشجادة القليل سيكون قليلا كلما كان التركيز اله مالج البي اشджادة للبي اشجادة dengan اله مالج ثاني شي يقول ان ف leaving两 Russت ان يحبين البي اشجادة التركيز اله مالج under S A7 ثاني característي يقول الأشجادة将ما يكون فيها اله مالج يعني إليه البي اشجادة وaspberries فعلي البي عدد فق من السبعة يعني تركيز اله بلس من خافط يعني من يكون تركيز اله بلس يسوي السبعة أي محايد تركيز اله بلس وتركيز اله أمو يكون نقص واضح؟ إذا الآن كي نبدأ في النقاش هنا دائما قلت لكم في المنحنة كارل الطلباء إذا أعطوني منحنة المحوار ي تغير تركيز اله بلس في الوسط وبالنسبة لآلخ أعطونا الزمان بالسو كاونت أعطوني المتغير وإضافة أدو قبل إضافة أدو قبل إضافة أدو لاحظنا أن التركيز H بلوس منعدي لا يبقى مستقر فقط لكن بعد إضافة أدو سريع ومفاجئ للتركيز H بلوس ثم يبدأ في الإنخفاض تدريجيا إلى أن ينعدي ما نقول له هنا السؤال المطروح هنا لم يكن لدي أدو يعني كان لدي غير ميتو كوندريات ولكن بمجرد زيت أدو أشقع للت أدو يعني أشقع للنواقل وقعت اليوم أكسادة يعني أن أدو مسؤول على أكسادة النواقل الذي سنكتبه الآن قبل إضافة أدو تركيز H بلوس كان نعم وكان منعديم بعد إضافة أدو ارتفاع سريع لأدو ثم يبدأ في الإنخفاض تدريجي لماذا يرجع هذا الارتفاع لأكسادة النواقل ليوم تهدو لأدو 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 أدو لأدو 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 أدو سوف نضعهم في واحد الوصف الذي سنسمى محالي محلول الأصفر والمحلول الأزرق المحلول الأصفر هو البيئاش اي ديالو تسا وربعة ومحلول الأزرق هو البيئاش او ديالو هو ثمانية أي اكسترن اي انترن يعني البيئاش الداخل والبيئاش الخارجي إلا لاحظوا معينا إلا قلت بأن البيئاش اي اربعة يعني قل من سبعة يعني الاش بلوسكي ستكون هنا في الأصفر كثيرة يعني حمضي بينما اللي نكيب لكم ثمانية اذا فوقاعتي اي تركيز الاش بلوس كيفية تكون منخفضة اذا منيك يكون عندي هذه الشروط اليوم ما عندي ديالو محلول ونزع البيئة زائد البيئة كاللاحظ تركيب البيئة اذا هذه تجربة كفاية شاهدة سوف نشوفوا التجربة اثنان وثلاثة وربعة باش نشبطوا شروط انتاج البيئة لاحظوا معي نفس السياق السابق الخارج اللي والماتريس عنده ثمانية سوف نشوفوا التجربة الأولى التي قمناها شاهدة تجربة ثانية في غياب الكرات ذات شمرخ لم يتم تركيب البيئة لشأن الكرات ذات شمرخ ضرورية لتركيب البيئة انها تضم الأنظيم المسؤولة للتفاصف البيئة إلى البيئة حسب التفاعل التالي البيئة زائد بيئة كي يعطيني البيئة بالنسبة لتجربة الثالثة يلاحظوا معي هذه المرة قمنا بتركيز البيئة والماتريس عندهم نفس تركيز البيئة لأنه عندهم نفس البيئة ومنه ضد البيئة إلى حتى عدم تركيب البيئة لذلك نقول عند تساوي تركيز البيئة بين داخل حويصلة والحيز البيئة لا يمكن تركيب البيئة اذا ضرورة المسؤولة الاساسية لتركيب الهتب أشياء اختلاف تركيز اله بين داخل حيز البيئة ومرتفع في الحيز البيئة ومنخفضة في المطريس ضرورة لتركيب اله المامال اله اله اذا ضرورة لتركيب اله الهتب يكون الحيز البيئة لتركيز اله او بالتالي بالنسبة للماتريس يكون تركيز H+, وبالتالي يكون مرتفع نشوفوا التجربة الرابعة هنا اشكال لاحظوا نفس شروط عندنا ايضا المامال ديال H+, اختلاف التركيز ديال H+, بين حيث بغيشة ايو الماتريس لكن عندما نزدنا في التجربة نزدنا 2-4 دينيتروسين تجعل غيشة الداخلي ميتو كوندري نفوض للبروتونات يعني ان هذه الغيشة يدخل ال H+, و يخرج ال H+, و لا تفقين يعني لا يبقى لدي المامال ديال H+, وبالتالي عدم تركيب ال RTP اذا اشنو الشرط الاخير عندما يصبح الغيشة الداخلي نفوضا للبروتونات يوقف تركيب ال RTP اذا تركيب ال RTP مرتبط بعدم نفاذة الغيشة الداخلي للبروتونات الا على مستوى الكرات ذات جمع حيث توجد قناة البروتونات التي اشتركناها سابقا التي تسمح بتدفق تلقائي للبروتونات من الحيث البيغيشة نحو الماتريس شيء الذي يوفر طاقة ضرورية لانظيم ATP سنتتاز التركيب ال ATP واضح يعني ان هذه الجوانيب مخصوم شو دوزولي ال H+, فقط هذه القناة نقي البروتونات على الكرات ذات الشمرة كما ترون كما ترون داخل الحويصل حيث البيغيشة وخارج الحويصل الماتريس نعود الالوان بالأزرق حيث البيغيشة وخارج حويصل يجب أن تغير لكم الالوان لكي تكونوا فيجيلون والداخل ستسمى الماتريس لان الرؤوس الكرات ذات الشمرة للماتريس الماتريس والداخل يكون الحيث البيغيشة هنا لكي نضح أكثر لذلك في الداخل الحيث البيغيشة يكون البيغيشة الأخز ثم الماتريس فيها فهو تركيز ال H منخفض لتركيز ال H المرتفع في الحيث البيغيشة بالمقابل لأنه منخفض سوف نرى في أخرج ال H هو فينقل قنوات بروتونات سيؤدي مدى لتفعيل هذا اله بلوس الذي يدوز مننا بحالك يدير واحد لبوس بحالك يضرب القرى يقول الله خدمي باش الانزين دي الاتبي سنتتاز يتنشط ويأدي الى مدى الى تفصف الاتبي زائد بي الى الاتبي وضع النواقل ومنه غنشوفو الضوء الاساسي للمزدوجتين مزدوجات الان الدينات المزدوجة او دو عشدوزو يعني تمت اكسادا اختزال قلنا سابقا فاشرح سابقا البنية الميتوكومدري قلت بانه يضم الغشاء الداخلي الميتوكومدري مجموعة من نواقل وهي عبارة عن مركبات انزيمية تكون سلسلة تنفسية التي تدخل في مجموعة من تفاعلات الاكسادا اختزال وايضا محررة لالطاقة يعني ان هذا الذي يبدأ لكم بلون البني فهو عبارة عن غشاء داخلي في هذا العنص اللي هيا كبير دعلكم أنه maintenant قد كندخ لكنهcribed للم تسمى ت coaching T2 T3 T4 T5 لم تواسسينوني نفسية يعني الت hicína T2 T3 T4 T5 يسموني بسلسلة تنفسية على مستوى T1 سيتم اكسادة النواقل بينما على مستوى T5 سيتم اغتزال O2 الى H2O نتفقين اذا سيتم اغتزال O2 الى H2O وهذه البروتينات المدمجة غير مثلها بالاساس نواقل الالكترونات والبروتينات كي نفسر لكم هذا الشيء مزيد خاصكم تعرفوا لماذا نسمي T1 على T2 على T3 على T4 على T5 الوثيقة واضحة الآن لتفصل لنا الدواهر منه يدخل O2 كي يقال اكسادة وكي يدخل O2 كي يقال اغتزال نرى لماذا تتم هذه الظاهرة لاحظوا معي كيفاش غير انتقل سوف ترى ما حصل الالكترونات عبر السلسلة النفسية حسب تغير شهد اكسادة اغتزال سوف تنظر معي في المرص egyDh2 عاد T1 عاد T3 عاد T4 عاد T5 عاد O2 برناحظوا معي بالنسبة للNDh2 Ndh2 عنده اكساد اغتزال ليسوا على اقل يعني اكبر سلابة يعني قليل بثاف لما عنده موان كتر Ndh2 وبالتالي إذا كان عاده موان بثاف سوف ينظر الالكترونات أكثر لهذا ستسمى الانت دي اش دو المعطي الاول الالكترونات لكن اضعوا معي بالنسبة ال او دو او دو كيف شكي بليكم عنده جود اكسد اختزال كبير يعني الالكترونات في قلال و لكنه في قلال ممكن شعة الالكترونات اللي سيكون فقط والمستقبل او المتقبل نهائي للالكترونات ومنهو سنرى بالنسبة ال تي 1 تي 2 تي 3 و تي 4 تي 5 سنرى انهم كل المرتبين حسب جود الاكسد اختزال يعني ان ال تي 2 تي 3 تي 4 تي 5 يعني ان هذه البروتينات السلسلة التنفسية هي مرتبة حسب جود الاكسد اختزال اللي عنده الالكترونات اكثر يتعطي الاخر لديه اقل و من يجب ان نقرن ان الانت دي اش دو و الف دي اش دو لا نحن نفس جود الاكسد اختزال بحيث الانت دي اش دو عنده جود اختزال اقل ملئة دي اش دو و سنرى اختزال لانه منخفض جدا لهذا الانت دي اش دو غيرت الالكترونات عبر السلسلة التنفسية لانه المستقبل نيائي لالالكترونات و شفناها سابقا في الاولى باكالوريا قلنا بان التنافذ هو سموذ و ما نقصد بالتنافذ هو الماء الماء يدوز دائما واحد الواسط لها اقل تركيز الواسط لها اكثر تركيز واحد الواسط لها العناصر واحد الواسط لها العناصر الاكثر تركيز بينما الانتشار هو عكس التنافذ بحيث المرنبقي كانت تكلم عن الماء كانت تكلم عن الايونات كانت تكلم عن العناصر المدعبة بحل الاش بولوس بحل الكالسيون بحل عدة عناصر كالانتشار وقلنا بان في الانتشار العناصر المدعبة ينتقل عبر الغشاء من الواسط الاكثر تركيز الواسط الاقل تركيز يعني من الول très تحقيقية التوازن الطبيعي هو إذا الانتشار ومرور العناصر من الواسط الاكثر تركيز الواسط الأقل تركيز وهكذا ينت عن الممال و تدرج الانتشار يعني من الغني الفقر لكن رد مفضوع بينما نسموه بالنقل النشيط وهو مرور العناصر ايضا الاش بلوس والكالسيوم والسوديوم ايضا عناصر اللي غادي يدوزو عبر النقل النشيط ولكن ماد مرة من عند من عند الوسط الاقل تركيز الوسط الاكتر تركيز يعني الفقير كيعطي الغني وهذا ضد طبيعة يعني خاص يكون بطريقة اللي يقوية وخاص يدخل شي حد وقوي اللي واشناعية اللي هي الطاقة والبنية الثمغي شائية يعني كأنه نخلص جيباية تفقين يعني كيف ناخده من عند الفقير ونعطره الغني اذا ما خاصوا شو يدار تلقائيا خاصوا بنيات وخاصوا ايضا استيلاك للطاقة وهكا غادي ندخل للفقرة اللي مهمة جدا بالنسبة للتفاصف المؤكسيد ايضا نطلب لكم في الوطني ويقول لكم ارسموا ليه آلية التفاصف المؤكسيد في الاول دائما سترسموا الغيشاء الداخلي الميتوكندري على شكل خطان متوازيا سترسموا T1 والT3 والT5 على شكل كبير اشتروا معي كيف تشلسقين من جهتين الغيشاء الداخلي الميتوكندري اذا T1 والT3 والT5 بينما التجوج والتربعة ستطلبهم صغار وفي النهاية من T3 والT5 دائما في النهاية كانت نطلقوا رادات شمراء عن القناة F0 والT5 في الأسفل ودائما في الاعلى للغيشاء الداخلي كانت حيث بغيشاء التركيز من ناحية اله بلس تركيب الاتيبية كونكوي وماتريس الميتوكندري لدي تركيز اله بلس اللي هو منخفض سنجيو الآن نلاحظوا دائما بأن هناك تدرج تدرج في جهد الأكساد اختزار ومن التالي في النواقل التي تنجليها في حلقات كريبس ويقوم تكون السيكو انزيم سيقوم أكساد على مستوى الغيشاء الداخلي الميتوكندري إذن على مستوى الغيشاء الداخلي الميتوكندري سيتم أكسادة النواقل على مستوى المركب D1 بالضبط إذن على هذا المستوى المركب اله هو NdH2 سيقوم أكسادة اله إلى NdH2 إلى Nd وبالتالي ستبقى لدي 2 إلكتران إلى 2H+. 2 إلكتران اللي عندنا بالأساس سيقوم بتدرج للمركب D1 هذوك 2 إلكتران اللي ستؤدي إلى إهاجة المركب D1 مما سيؤدي إلى ماذا بالأساس إهاجة هذه المركب D1 وملكي تحييج المركب D1 ستفتح القناة التي ينافل ونستله القناة البروتينية وملكي تحلق دوز نفس الكمية التي تأكسادت بها هذا اله هو NdH2 ولكن لاحظوا مع الاتجاه الثامنين ديزين دوزه بلوس ديزين من الوسط الأقل تركيز إلى الوسط الأكثر تركيز هذا اله هو النقل الناشط إذا النقل الناشط يمر لدوزه بلوس من الماتريس التي تمت فيها أكسادة من الغيشة الداخلي إلى الأعلى وهكذا سيكون الإلكتران اللي لديهم حلو القناة البروتينية ديزين ديزين ودوزه بلوس دوزه بلوس دوز المركب T2 كيف فهو صغير وموامل؟ ما دوز اله هو دوزه المركب T3 سوف تقلقي في أهجة وسيؤدي إلى فتح القناة البروتينية دوز البروتونات وتمر نفس الكيمية DLH من الماتريس عبر النقل الناشط الدوز المركب T4 سوف تقلقي في تلك الاسم مهملة ستمر الالكترونات الى ايضا تي خمسة والتي خمسة تبقى عندها ايهاجة الى ايهاجة ونلاحظوا بان الالكترونات تبقى عند المركب تي خمسة ونعرفوا ان في تي خمسة سيكون عندي اوضو لانه هو المسؤول اساسي على اكسد نواقع المستوى تي ا بمجرد ارتباط اوضو بالمركب تي خمسة اوضو biggest الارتزال اوضو الى اوضو التي ت crecспapai تسعى المiterية تكون نشرق الاجتماhelm يعني خاصة بحضورة التوم بإمكاننا أن نتحرك لغيشة الداخلة ميتوكوندرية غير نفود هذا الوزاج بلس سيكيزها فقط عبر قنات البروتونات التي توجد في الكرى التي تحتاجها لكي نشطها الأنظيم الاتبيا سنتيطاز إذا سوف تجمع لدينا ٦ الوزاج بلس هذا السيطة الوزاج بلس يجمع من الواسط الأقل تركيز عبر دائرة الانتشار مما سيؤدي الى تنشيط الانظيم للاتب سنتيتاز وكناعرف ان كل جوج H بلوس يفصفره الدب احده إذا انه دوزنا نستهدوه لزه بلوس شحر من الاتب سيكون لدينا ثلاثة إذا كل جوج H بلوس يفصفره الدب إذا سيكون لدينا كم؟ سيكون لدخوه الدب زائد 3 BE سيكون لدخوه الدب وهكا لاحظنا انه في النهاية دلنا تفاصل الاتب الى الدب عن طريق مادا اكسادت للنواقل اكسادة لماذا للنواقل وهكا درنا التفاصفر المؤكسيد اذا هذي ظاهرة التفاصفر المؤكسيد اعقل الام جيد ليردي عليكم دي اش دو على مستوى الاتقالي اكسادة ومنه سيؤدي الى مرور الالكترونات اكسادة التنفسية بعد ذلك يلاحظ ان الاش بولي في الحالي يغيشي بثاف و تكون ممال قوي جدا مما سيؤدي الى مرور الاش بولي على الكرات دات شمراخ بواسطة الاتبي سنتيتاز التي تحفظ بواسطة الانتشار باش يمرر الاتبي زائد بي عبر الكرات دات شمراخ ويبطي الى التفاصفر الاتبي الى الاتبي لكي جمال اكسادة التنفسية مع التفاصفر على الكرات دات شمراخ بواسطة الاتبي نفس الوثيقة السابقة لاحظوا ان هناك غشاء خارجي حيث بغشاء غشاء داخلي ثم ماتريس نحن عند انا في الخارج كي تراه مع انه نحن دخل في التخصي ماتريس نحن الدخل من الغشاء الخارجي نحن الدخل من الميتوكندري نحن الاتبي قد لا تدخل الاتبي ان يتخل الماتريس يأتي الاقتصادة يتقل على الاسع على مستوى الغشاء الداخلي ميتوكندري ويقوم بتقطيع الاسع بل اكسادة في المركب الاختزال على مستوى المركب T5 ويقع بالاساس انتشار لتفاصف الدب زائد PE وكتلاحظوا هذه الاسم دي المثلاتات مهمة جدا لكي يبين لكم بان القاعدة الحيز بغي شائفه تركيز H Plus كبير ولكن pH قليلة ولكن المطريس العكس اللي قنا فيه تركيز H Plus قليل والpH اللي ستكون كبيرا هنا هاد المواضحة هنا هنشوفو الفرق بين اكسادات lFDH2 والندH2 الفرق بين اكسادات lFDH2 والندH2 إلا لاحطوا معينا مزيان كيف ما شحنا سابقا عندنا الندH2 على مستوى T1 دوزات دوزاج بلس T1 في T3 و T5 فرق بين اكسادات 1,2,3 كلها دوزاج بلس وكما يجبون 3DP 3ATP سوف نرى بالنسبة لكي اختيار الآن بالنسبة لك lFDH2 لدينا اكسادات اقل من الندH2 وفي التاري فرق بين اكسادات 1.2 الآن يوجد 2H يوجد 2H إذن 4 يوليزاج بلوس سوف يفصفره جوج الدب وتعطيني جوج الدب. يعني كل NdH دغط على ثلاثة الدب وكل FdH دغط على ثلاثة جوج الدب. تنفس الخلوي كحصيلة تقيال غلوكوز عبر ضائر التنفس الخلوي. كشفنا سابقا أن الغلوكوز يكون في الوسط الخارجي يدخل عبر الجبلة الشفافة. من الغلوكوز الذي يتعرض للإنحليات الجود يونج حمد البيروفيك مع أنه تجوج الدب ونده 2 الاجوج الدب. يعني زلاثة الدب تكون في الجبلة الشفافة كيف لا تلاحظون معي هنا. وكشف الدب التي تكون في الجبلة الشفافة. عند الدب. يدخل الميتوكندري وما تصل إلى الماترس الميتوكندري. ومن ذلك يصل إلى الماترس الميتوكندري يتعرض لأول مرحلة لتكون أستي تلك أنزيم أو كينجاليها NADH2 و 1CO2 و أستي تلك أنزيم أكيد تعرض لحلقة كريبس اللي غادي يعطني بالأساس هاد حلقة كريبس غادي نجليها 1 جي تي بي وغادي نجليها بالأساس 3 NADH2 و 1 FADH2 و جوج دياول CO2 هاد النواقل اللي تكون عنده هنا سيتم ماذا؟ سيتم أكساداتهما على مستوى الغيشة الدخية الميتوكندري سواء ال NADH2 أو ال FADH2 لكي في الأخير تكون عنده جزئات H2 و جزئات H2 و يتفسر ال Db إلى ال Db لكن المشكل اللي يبدأ لكم في هذه الوثيقة فهن يجل المشكل الخطير في هذه الوثيقة أولا أن هذه الجزئات اللي يمكنني في الميتوكندري يبقى في الميتوكندري ال NADH2 و ال FADH2 لكن هنا في الحياة الجليكوز سيكون عنده جوج ال NADH2 في الجبلة الشفافة و نعرف ال NADH2 جزئة عملاقة لا يمكنها اختراق الميتوكندري إذن سيكون عنده نواقل اللي يدخل لي هذا ال NADH2 إذن سترتابط بالنوعية بينما أختراق الميتوكندري من الثائل سيكون عنده جوج ال NADH2 هو عبر الخلال الغليكوز في الجبلة الشفافة بينما الجوج الحامل البيريفك سيكون عنده جوج ال NADH2 و أساسيتلكو أنزيما لذلك الجوج الهدن يمنح أن جوج الهدن وظيفين يلعث أن جوج الهدن لكي تتابрь المشكل الخاطر هو أنه يكون في الميتوكندرية ستقل لهم تفاصفر مؤكسي لكن هذا الجوش الذي كانت في الجبل الشفافة لا يمكن أن يكون لها تفاصفر يمكن أن يكون هناك مشكل في الحصيلة الطاقية واضح؟ الآن يكون هناك أناصر مهمة بحيث الغشاء الداخلي الميتوكندرية ستتميز بعدم نفاذ الإناد يجب أن تطلب قدرتها الاختزالية لتدخل الميتوكندرية وضع الأكسادة لذلك سيكون هناك ناقلات ناقلة الأولى مثل ناقلة ملات أسبرتات الذي يكون لها جميع خلايا الجسم يكون على شكل دم متجلط لذلك الكبد والقلب والكلياتين إذن ناقلة ملات أسبرتات في الكبد والقلب والكلياتين بحيث تكون في الجبل الشفافة في مدرس الميتوكندرية طريقة بسيطة في الغشاء الداخلي الميتوكندرية هذه الأسبرتات يأتي الأسبرتات سوف تتأخذ الحين دعم ناقلة الحين دون إغفال وهي تقصد الأسبرتات ملات الأسبرتات في الكبد والميتوكندرية يمتغل الميتوكندرية ناقلة الميتوكندرية سأخذ الميتوكندرية إذا تكون في حسب الاوكسلو أسيتات 삶 هكذا سوف اترجى الوكسلو أسيتات سوف تترجع الوكسلو أسيتات يمكن أن تغيير الوضع عن الوضع فى إنتاج الهولى الذاكرة فى بعض مخلوقй العديد Gelثبت وطولة الوضع قبل لا تتمكنكنكنكنكنكنكنكنكنكنكنكنكنكنكنكنكن من المسطح دخلت أني واضح دخلاتنا أني واضح بالمعضة الوضع التي تحملها و قمتلك الوضع في محضرة أسبرتاد ف Engineer سيعود الإنجام أثناء شجر ، إذا متحفظ ‫بقد إيه السه الشاش ، سيكون سعى الغżenيف ، يكون ، حجزات 2019 هناك جزء من جزء Вотنا في جزء 8 1H2 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 2H2 3H2 3H2 ثم تحفظ كثيرا في الفصل الثاني فالدولة العضلة للهيكاية المختطة وبالتالي قيمة الناقلة الكليسية الفوسفاد ستكون فقط في العضلة الهيكاية المختطة فبالتالي أشغل نتجها كل ده 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 في الجيب الاشفافة ستعطي نيف هده ده ده في ماتريس الميتوكندري نفس الطريقة ستكون بسيطة بسيطة هذه المرة سيكون تنائي هيدروكسي أسيطان المهم أنك لا تحفظ هذا هذا فقط فقط لكي تفهمه أما الفهم الذي ستحفظه مزيد والحصيل النهائي إذن تنائي هيدروكسي أسيطان ستعطني بالأساس غليسيرول فوسفات بحيث هذا المركب تمت أكسادته واختزال تنائي هيدروكسي أسيطان إلى غليسيرول فوسفات الغليسيرول فوسفات دخلت عندي عبر واحد ناقلة لماترس ميتو كوندري و أشعي وقال لغليسيرول مغد يشعطي الـND غيعتى الـFAD حدوك الـH2 ديولولي حولو مني لنا و بالتالي الـFAD غيعتى الـFADH2 و بالتالي غيعتتوا نائي هيدروكسي أسيطان فوسفات و بالتالي كوندري كل NADH2 في الجيب اللي شفات كوند FADH2 على مستوى ماتريس الميتوك سوف يكون لدي جوج اتبا و جوج انا الدي اش دو جوج اتبا سيبقى ولكن جوج انا الدي اش دو ما ديش يبقى وما وما عبر ناقلة غليسير الفوسفات ستحول الجوج افا الدي اش دو وبالتالي جوج ايه ربعة اذا ربعة زائد جوج ايه ستة وكيف نشفنا سابقا هاد محمد البيروفيق القناة ثمانية انا الدي اش دو جوج افا الدي اش دو جوج اتبا نفس الطريقة سأعطوني 30 اتبا وبالتالي 36 اتبا عن طريق ناقلة غليسير الفوسفات كخلاصة نهائية التنفس ومجموعة من التفاعلات تؤدي للهادم الكلي لمستقلب الجليكوز قصد استخراج الطاقة الكامنة وهي تطلب اكسجين وعضي خلوي خاص للميتوكوندري ويمر عبر ثلاث مراحل انحلال بالغليكوز بالجبلة الشفافة بغياب الاكسجين التأكسودات في الماتريس لدورة كربس وتكون اسيتو كأنزيم بغياب الاكسجين والتفاصف المؤكسيد بالغشاء الداخلي ووجود ايضا الاكسجين بالنسبة التفاعل الاجمالي سيكتب على الطريقة التالية سيسيس اشدوز وسيزا ايد ستا اودوكي اتاني ستا سا اودوزا ايد ستا اشدوزو زائد ثمانية وثلاثين اتباء بالنقلة مالات اسبرداد او يمكن ردو ستاو ثلاثين اتباء بالنقلة غليسيرول فوسفات لهادم الكليكوز عبر ظاهرة التخمر اللبني والتخمر الكحولي الحصيلة الطاقية لهدم الكليكوز يعني هاد مرة عبر ظاهرتين التخمر نبدأ بالتخمر اللبني نبدأ بالتمرين الطبيق الاول خلال نشاط عضلي شديد وطويل تكون نسبة الاكسجين غير كافية لتقوم العضلة بالتنفس بينما تحتاج اكسودات التنفسية الى وقت اطول لتحرر طاقة من جزئات حمد البيروذيك نتيجة عن حلال الكليكوز لتفاعل التخمر اللبني في هذه الحالة ما فهمت مننا اي اننا نقوم باحد نشاط طويل يتقطع فينا الجاد ونسبة لتقوم باحد نقوم باحد نقطع دخله اوضو بالكمية الكافية لذا الجسم لا يمكن ان تكون الى ضائرة التنفس سنحتاج فقط طاقة التي ستكون لدينا من جزئات حمد البيروذيك التي ستعرض انحلال الكلوكوز فقط اي من حلال الجليكوز التي ستعمل تفاعلات تخمر اللبني اذا سنشرح لكم كيف تتم هذا الضائرة سوف نعطي جوج حمد البيروذيك حمد البيروذيك بالتالي 2ZP2P2ZP2ND4H4H4H3ND2NDH2 هذا من هنا كل ما يمكنه انخلال الغلوكوز بعد ذلك سوف تلاحظون أن هذا الNDH2 الذي سوف نستعمل في التخمر اللباني بحيث هذا H يوجد حمد لباني وبالتالي سوف نستعمل حمد لباني يعني أنه في حلال الغلوكوز يوجد حمد لباني يوجد حمد لباني و بالتالي سوف نحصل على الطريقة التالية يحدد موقع تفاعل التخمر اللباني كل ما رأينا يوجده الجبيلة الشفافة في حالة الغلوكوز والتخمر وتم أكسدة النواقل وظهور تفاعل التخمر اللباني و شركة الأمر مراحل تفاعل التخمر اللباني وهنا إثنان لما أنهم الأساس من حالة الغلوكوز والتخمر والضاو الذي أصبح يلعب بحمد الپيروفيك في التفاعلات تخمر اللباني إذن بدل ما الناد دي أجده الإلكترنت والпротونات الدين ومكانك نعطم الـ 2 بشيء ال H2 ولو الناد دي أجده يأخده بحمد البيروفيك يعني ولي حمد البيروفيك والمستقبيني الإلكترنت والпрوتونات ويأتني حمد لباني الحاصلة الكيميائية كل مول من القلوكوز قتني جوج من الحمد لباني والحاصلة التاقية ودون كل مال من الغلوكوز يعتني جوج التبه فقط دور تفعل التخامل لباني تنقص حتى تركيز أو دو مراحل تفعل التخامل لباني انحلال على مستوى الجبل الشفافة وتحول حمد البيروفيك إلى حمد لباني ثم الدور لأصلحي العب وحمد البيروفيك في تفعل التخامل لباني أنه أصلحي العب دور مستقبل نائر إلكترونات والبروتونات والمعادلة الحصيلة C6H12O6 زائد 2ZDP زائد 2PI يعتني جوج حمد الباني لون CH3CHUHCOOH زائد 2ZDP و بالتالي الحصيل الكيمية التفعل التخامل لباني 1 مول دو غلوكوز يعتني 2 مول دصيد لباني والحصيل التقي التفعل التخامل لباني 1 مول ديالو غلوكوز يعتني 2 مول دات دبي ملحوظة خلال التحول حمد البيروفيك إلى الحمد الباني يتم جديد الـ Nd الذي يعتبر عامل أساسي لإستمار حلال الغلوكوز كيفما لحظوا لأنه في الأخير حصلت الـ Nd Plus هذا الـ Nd Plus و الذي سيقوم بإبداع إلى حلال الغلوكوز من جديد أريد أن تخمر الكحولي في التمرين الصبيقي و خلال ظاهر التخامل الكحولية يتم تحويل غلوكوز إلى كحول إيتانال مع تحرير CO2 و يجدون التكر أنه في وسط كفاة لدينا الكحام الخامج الكحولي و حيث يحفل المزيد من كوب حامد البسط حيث يتبقى للمزيد الحرب الباليات واقفة سيكوها و سوف يتبقى المزيد من المزيد من المزيد من السفر لأيقاف المزيد من المزيد الذي يكون في الحمد البالي وضع الليو بيتالي اشتنا قبل وضيفة الديهيدة يعني اشتريت مادا الاسيتاء الديهيد الاسيتاء الفضل وضيفة الديهيدة بيهيد ايضا جوجة الدب ايضا جوجة 4 جوجة 4 ايضا جوجة 1 ده 2 مع جوجة موضوع CO2 نحن لاحظون جيد هذا دائما في التخمر الذي يكون لديه هذا المركب بدل حمد ويكون لديه أسطل جيد سيعتبر المستقبل البروتونات وبالتالي هذا الجوج سيتم أكسدتهما وبالتالي الجوج الهجوان ندرد وهذا الجوج هجوان وهذا الجوج هجوان وبالتالي ويبالتالي ويبالتالي اكتصر من قانيات الجوجه الكيميائيه مواضحة جدا كل جزئات غلوكوز أي مول من الغلوكوز يعطي جوج مول ديالهش ديال كحول إيطانون و جوج مول ديال CO2 و الحصيلة الطاقية أي أن كل مول ديال الغلوكوز يعطي دي مول داتيب المعادلة الحصيلة كيف مشتها بسيطة جدا المعادلة الحصيلة الكيميائية 1 مول ديال الغلوكوز يعطي جوج مول ديال الغلوكوز المعادلة الحصيلة الطاقية تفعل التخمم لبني 1 مول ديال الغلوكوز يعطي دي مول داتيب 2 مول ديال الغلوكوز لكل من التنفس والتخمم وبالتالي سنعتمد على معيار مهم المرتض ديال الغلوكوز يدرى بها بأر أره و مئة لكل تنفس والتخمر تنفس الى انحلال الغلوكوز ثم على التكون أستيركو أنزمه و حلقة كريبس ثم التفاصف المؤكسد و بالتالي كإنجليات 38 أتبى بالنقلة أسبرتات أو 36 أتبى بالنقلة غليسي والفوسفات بينما التخمر سواء لبني أو كحولي فالنتيجة النهائية هي 2 أتبى سوف نأخذها داخل قنبولة مسعرية وهي واحد الوتياج وهي كتبا لكم في الصورة 1 بومب كالوريمتري هذه القنبولة المسعرية سوف نضيفها على نصر كيميائي سوف نحرقها و نرى حرارة التي ستحرر لها هذه الجزئات و سوف نرى المتفاعلات والنواتج التي تحرر لها طاقة حرارية بالجون كما نسجل نضيف جزئات التبى 1 مول داتب 2.5 كيلو جول ثم نضيف جزئات الجلوكوز 2.48 كيلو جول حرارة جزئات 1 حند اليباني 1.136 كيلو جول ثم حرارة جزئات الإيتانول 1.1332 كيلو جول بينما حرارة جزئات أو جزئات CO2 1.1332 كيلو جول ثم يحرر إحتاجة كيلو جول لأنها ليست مادة مادية و ليست مادة عضوية لتأخذ طاقة حرارية يعني أن الجزئات كلها فهم عبارة عن جزئات عضوية و تحتوي على طاقة سؤال أول وحسب كمية الطاقة بالكيلوجول التي يحرر كل من التنفس والتخمر ويختزلها على شكل ATP وكل جزئات غلوكوز إذا كنت أجل على هذا السؤال بالنسبة للطاقة التي يستفد منها خلايا الجسم إذا كنت هي الطاقة التي يحررها التنفس والتخمر هي الطاقة التي يستفد منها خلايا الجسم التي يرمزها الآن بـ E1 بالنسبة للتنفس والنقلة مالات أسبرتات 38 ATP إذا سوف نقوم بـ E1 تحتوي 38 ATP حيث كل جزئات ATP تحتوي 30.5 كيلوجول إذا سوف نأخذ 38 ATP وإذا سوف نعود 30.5 كيلوجول سوف نرى بالنسبة للنقلة غلوكوز سوف نأخذ نفس الطاقة E1 إذا سوف يتطلب منها خلايا الجسم وضع سؤال الثاني أحسب قيمة الطاقة الضائعة سوف نحظر الآن . إذن هذه هي الطاقة التي يستفد من خلايا الجسم ... من قبل الآن نرى الطاقة الضائعة علما أن الطاقة الإجمالية لأكسة جزء 1 من الكليكوز هي 2840 كيلو جم سوف نرى الآن الطريقة سوف نحنو الآن المرضودي الطاقية لكل تنفس والتخمير باستمال الصيغة التالية التي يجب أن تحفظها مهمة جدا هذا المرضودي الطاقية التي هي الغندمة الانجيتية يوجد الآن أعلى الآن هى الطاقة التي تستفيد خلايا الجسم على طالب الاختيار على الطاقة الكامية إجمالية من الدرابة في 100 تطبيق الطائعة تطبيق المبدوض الطقيية وتجدية التنفس 0.86 H2O6 C6O2 6CO2 36 H2O 38 كما تعلمون عن جزائة الجليكوز إذا حرقناها ستعطيني 2840 كيلوجول بينما السؤود إذا حرقتهم ثم تمينا بحطالة معدنية خالية من الطاقة أي 0 كيلوجول والسؤود أيضا 0 كيلوجول 38 أتب حسبنا قبيلة لقنا بأن 38 أتبنى 30.5 لتنشحل أعطتنا 1159 كيلوجول ومنه لاحظنا في المتفاعلات كمية الطاقة المحررة هي 1240 وفي النواتج 1150 كيلوجول ومنه سنقول بأن هناك طاقة ضائعة لا يوجد نفس الكميات التي يكونون عندي يعني هذا الطاقة سيكون على شكل حرارة ومنه سنأخذ الآن هذه الحرارة كيف سنعرف القيمة سنأخذ 1240 ومنه سنقص ومنه سنقص ومنه سنقص 1681 كيلوجول بالنسبة للطاقة الضائعة بالنسبة للنقلة غليسيرول فوسفات مهام الضائعة سنقص من tiوم الضائعة 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 للاحظة الضائعة 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 المتقدم سوف أعطاني ٢٨٨٤٠ بينما سأدو أشدو زوب لأنه حتالة معذنية خالية من الطاقة سوف أعطاني أيضا 0 كيلوجول ٣٣٦ أدباية أعطاني ٦٣٥ سوف أعطاني ١٩٨٩ أيضا بالنسبة للمتفاعلة الطاقة كبيرة وفي النواتج أقل وبالتالي هناك طاقة ضائعة على شكل حرارة نتيجة للتنفس الخلاوي ومنه سوف يكون عندي ٢٨٨٤ ناقص ١٠٨٨٩ وقوم بطاقة ضائعة ١٧١٤ كيلوجول سوف أعطاني هذه الطريقة سوف يكون أحسن والمصحح أنني فاهم جيد التفاعل وفاهم حتى نقصد الطاقة الضائعة لكن إذا أريد أن نحسبها بطريقة معينة سوف نحسبها مستوى التخمر اللبني والتخمم الكحولي دائما سوف نكتب التفاعل النهائي سوف نحفظها جيد ٢٦٦ سوف نضيف حمد 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 سوف نقوم بإضافة الطاقة الضائعة ونقوم بإضافة على شكل مركب لحمد لبني وحرارة ونقوم بإضافة الطاقة الضائعة بالنسبة لتخمي الكحول كل شيء عقل بأن 6H12 و 6K2 1C2 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 biggest 1C2 0C2 2C2 0C2 0C2 1C2 1C2 0C2 1C2 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 كحول إيطانول زائد الحرارة وبالتالي هذا الجزء الذي يضعه سوف نستخدمه فقط الطاقة التي يجب على الاتباء بالنسبة للمرضودية الطاقية نكتب العلاقة التي هي R-E تساوي E أعلى E في مئة نقوم بأن R-E هي المرضودية الطاقية ويستخدم خلايا الجسم على شكل الاتباء بينما E هي الطاقة الإجمالية للغلوكوز وبالتالي مضربة في مئة لأنها نسبة مئة إذن R-E تساوي E أعلى E في مئة وكل عنصر نعطي لحيدة أشكياني وبالتالي نضع كل مكون القيمة ونقوم بأن المرضودية الطاقية للتنفسي 41.48 نرى بالنسبة للمرضودية الطاقية بالنسبة للتخمر لقيت R-E بالنسبة للمرضودية هي E أعلى E مضربة في مئة وهي 62 قسمة لكل في مئة وبالتالي 2.13% يعني أن التنفس مرضودية الطاقية أكبر من المرضودية الطاقية للتخمر بجوجه من الجليكوز في الأول لدخل منها 2.48 كيلو جول لكن بالنسبة للتنفس كانت عندي الطاقة التي سنستفت منها أكبر شاهدوا ما هي اللون اللواب الأزرق إذن الطاقة التي استفتت منها بواسط التنفس كانت أكبر من التخمر والحرارة كانت أكثر بالنسبة لتنفس مقاننة مع التخمر وبالنسبة للحوتالة اللي كتنتج كتكون 0 كيلو جول بينما بالنسبة للحمد اللبني كتكون قليلة جدا وهذا الشيء ينتج أن التنفس يقوم بهدم كله للمادة العضوية بينما التخمر فهو عبارة عن ضياع للطاقة لأن الأغلبية دي المكوين دي الجليكوز كيمشي عبارة على حمد لبني أو كحول إيتانون اللي باقي فيهم الطاقة بالنسبة للحصيلة النهائية لهذا الدرس لاحظنا بأن الغليكوز يدخل للخلية عندما يدخل الخلية يتعرض للإنحلال الغليكوز بحيث يضعون جزئات حمد البيروفيك مع جوج أتبه ويكون عندي أيضا نواة قلية تختزل لتعطيني التأشده بعد ذلك حمد البيروفيك ستعطيني أستيلكو أنزيم A مع اختزال جزئات NdH بعد ذلك أستيلكو أنزيم A غلقاء حلقة كريبس ويضعون جزئات C ويأخذون خارج الخلية ويأخذون على نواة قلية التي يكونون مختزلة لتعطيني التأشده وبالتالي تفاصيل قلية الدب زائد بي اللي اسمنا بج دي بي إلى ج دي بي اللي هو الدب زائد بي اللي يأخذون الدب بعد ذلك كاللاحظ أن هذه النواة التي تتجو تكون أستيلكو أنزيم أو حلقة كريبس أيضا اللي يجو من خلال الجليكوز اللي يدخلوا بنقلة ملات أو بنقلة بنقلة غليسيرو الفوسفات إذن هاد المكونات أش كي وقع لهم كتوقع لهم أكسادة بواسطة أو دو على مستوى السلسلة التنفسية نسميتها بالأكسادة التنفسية ومنه هاد النواقل كيرجو الحال مؤكسادة كيتسنور زائد كليكوز من جيد تخلف حلقة كريبس باش تختزلهم لي ومن جديد كنجو بالأساس مادة أو دو كتولي أش دوزو وهاد المماردية الأش بلوس اللي كيكون بالحيز البيغي شائي والمطريس كي يعطيني أطبي وتصفل التنفسية وبالتالي هكا الخصنة التنفس الخلوي بينما تخمفه بسيط جدا بالأساس كيف يحتاج فقط لانحلال غليكوز كينجيروج واند ياشدون ناقل وحامد البيروليفيك سيعتبر المستقبل النيائي الالكترونات والبروتونات باش هاد النواقل اللي كانوا مختزة ستؤكسد الحصول على اثنان حمد لبني أو الحصول على جوج دياو الكحول الإيتانول واثنان سي او دو تنفس الخلوي والتخمر نشوف استيلاك او دو عدد مولات الأطبي هاد المالغليكوز مرحلة انحلال الغليكوز الغليكوز مرحلة انحلال غليكوز زائد زائد اي انها مشتركة بناتهم بجوج اي انها تكون فيهم بجوج تكون أسلال كونزر او حلقات كريبس تكون زائد في التنفس ونقص في التخمر التفاصف المؤكسد تكون في التنفس ونقص في التخمر بينما موقع الدهيرة اي التنفس الخلوي تكون على مستوى الجبلة الشفافة حيالالغليكوز ماترس الميتو كوندريهات محمد البيروليفيك الغيشة التخريف في التفاصف المؤكسد بينما على مستوى التخمر تكون فقط على مستوى الجبلة الشفافة